فان شاء الله هنبدأ دلوقتي وكده كده الميتنجز هتبقى ريكوردد والمحاضرات كلها هتبقى ريكوردد عشان لو حد ما قدرش يحضر لأي ظرف كلنا عندنا ظروف يعني فهيقدر بعد كده يتفرج على المحاضرة لو فيها سئلة أنا تحت عمركم طيب خلينا نبدأ إن شاء الله عرفكم بنفسي أنا اسمي أحمد أنا بقى لي تقريبا في المجال بتاع الهيلث كير اندوستري تقريبا داخل في يمكن عشر سنين أو يمكن خمستاشر سنة كمان لو كلم عن ميديكال ترانسكريبشن كمان المجال ده يمكن بدأ في مصر من سنة 2007 لي شغل هنا في مصر لي شغل في دول الخليج لي شغل في أمريكا في الدكاترة أمريكا سواء فريلانس أو إذا كنت بتشتغل هنا في شركة هنا في مصر فالموضوع يعني لي لي أماكن شغل كثيرة جدا 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 النهاردة هنبدأ كيرا نديكم بسيطة عشان الناس تفهم إيه أهمية الكورس ده وإزاي هو مجال وعد جدا وبالذات الفترة اللي جاية مع تطبيق الأنظمة في الدول العربية كلها أنظمة النظام الصحي الشامل في الدول العربية كلها وإزاي ده بيخلق فرص عمل للشباب كلها اللي ليها سواء اللي ليها ميليكا الباكجراون اللي عندها ميليكا الباكجراون سواء خارجين طب أو صيدلة أو أسنان أو علوم أو أي حد ليه مجال أو علاق طبيعي الناس دي كلها بيبقى لها فرصة أو لو حد اللغة بتاعته كويسة جدا بس ما عندوش الميليكا الباكجراون سواء ليه شير كبير جدا من الشغل والمجال في المجال دوت ما بيقلش عن 50% حتى يعني أنت ممكن لو أنت عندك ميليكا الباكجراون من اللي شغالين في المجال نفسهم ممكن أقول نصهم عندهم ميليكا الباكجراون والنص التاني ما عندوش فإنت لو حتى عندك حد يهمك وبيدور على شغل أو محتاج إن هو يشتغل في مجال جديد واللغة بتاعته كويسة إنت هتساعده لو رشحت له حاجة زي دي الميليكا الباكجراون يكون إن هو مع اللغة وياخد كورس زي دوت الكورس اللي انت بتاخده ده انت بتاخد الكورس بتاع الناس اللي قادة شغاله جوا أنا نسيت أكمل لكم أنا حاليا شغال في شركة من أكبر الشركات هنا في مصر شركة بتاوتسورس في يو اس بمعنى إن إحنا شغلنا كله على الدكاترة في أمريكا الشركة ليها أوفيس هناك في أمريكا وليها أوفيس هنا في مصر طبعا ليه بيفتحوا هنا في مصر؟ أولا لأن لقوا العمالة المضربة اللي شغالة في المجال ده كويس جدا وعندها الخبرات المطلوبة وأثبتوا نفسهم ثانيا لأن هناك الميديكال بيلر في يو اس الفلوس السالري بتاعه عالي جدا جدا يعني يعني إحنا بنمكن نتكلم من خمس لستة لاف دولار لو هو حد وعنده إحنا كويس جدا طيب إنت لو مش حد هنا في مصر هو هنا لا هنا في مصر طبعا هو بالنسبة للرقم ده يعني لأي هنا هنا بيدي الناس بيستورت مع الناس في الميديكال بيلنج من سبعة تلاف وطولة على حسب الإكسبرينس بتاعتك عندك إكسبرينس في الميديكال بيلنج عندك إكسبرينس في الهيلف كير اندوستري عمتا في الإنشورنس في المستشفيات كل حاجة بيبقى ليها بتفرق كتير في المرتب بتاعك بس بيستورتوا هنا في مصر الأفريج بتاعهم بيبدأ من سبعة طلع أو نازل حاجة بسيطة سبعة تالف جنيه الشغل فيه فيه في مصر شركات شغالة بنفس الكونسبت اللي أنا شغال فيه في الشركة دي اللي هو بتاوتسورس الأمريكا وكل بيتعامل مع الدكاترة وشركات التأمين والمستشفيات في أمريكا فيه تقريبا أربعة وخمس شركات هنا في مصر والموضوع قابل للزيادة لفترة الجاية لأن احنا كنا السنة اللي فاتت أو اللي عبلها كنا شركتين بس اللي في مصر فشركات كتيرة بدأت تتنبه أن الموضوع بيدر ربح كويس جدا جدا لصحاب رأس المال وفي نفس الوقت ليك أنت كموظف كريير كويس جدا ما بينتهيش يعني دايما العلاج زي ما احنا عارفين في العالم كله دلوقتي من ساعة ما حصل الأنادامج بتاع الكورونا العالم كله تنبه أنهم محتاجيني إنفستو في العلاج والصحة ويهتموا بيها كويس جدا فبدأت داي يرفلكت برا في أوروبا وفي أمريكا وفي الدول الكبيرة ويبدأ يرفلكت حتى عندنا هنا في الشرق الأوسط يعني سواء مصر أو السعودية أو الإمارات التلاتة دلوقتي ماشيين بخطة سبتة جدا جدا في موضوع تطبيق النظام الصحي الشامل واللي عاش في مصر وبيتسأل هو فين مبتعب؟ هو لسه ما تطبقش على القاهرة ولا اسكندريه هو بيتطبق في محافظات معينة دلوقتي بيجربوا فيها علشان يشوفوا المشاكل فين قبل ما يطبقوا على سكيل أكبر في محافظة مثلا زي محافظة القاهرة اللي فيها تقريبا 20 مليون بلق آدم فعشان ما تضربش في وشهم كان لازم أنهما يبدأوا بمحافظات تانية يشوفوا على سمول سكيل كده يشوفوا الدنيا هتمشي ازاي الميريكال بيلنج كميريكال بيلنج ببساطة إيه هو الميريكال بيلنج وإيه فرص الشغل فيه في الميدل إيست هنا يعني في الميدل إيست سواء مصر الإمارات أو السعودية إن التالي هدول سابقين بخطوات شوية شوية هتلاقي البحرين وقاطر وهتلاقي ديول دي كلها دخلت اللي بدأوا يبدأوا يعملوا إيه؟ هم بدأوا يطبقوا ده على سمول سكيل فإنت دلوقتي هديك مثلا إنت لو رحت مثلا مستشفى كبيرة هدي أمثلة مثلا زي دار الفؤاد زي المستشفى السعودي الألماني أي مستشفى هتخشها كبيرة هتلاقي فيها جوة قسم اسمه القسم بتاع الحسابات قسم الحسابات ده هو المسؤول عن إنه هو يجيب فلوس الدكاترة من عند شركات التأمين وهو ده ببساطة اللي احنا بنسميه American Billing طبعا هو مش هيفضل ماشي بالطريقة اللي هم ماشيين بها دلوقتي دي لإنه هو شوية السيستم هنا في مصر أو حتى في الدول العربية قبل تطبيق الأنظمة الصحية الجديدة السيستم ماشي زي ما بنقول كده مش بخطة سابتة وماشي اللي هو لا ما فيش سيستم واضح بالنسبة للناس طيب إيه اللي لا يحصل بعد كده اللي لا يحصل إن لازم هتطبق أنزمة صحية وهيبقوا مجبرين إنه هم يفولوا حاجة اسمها policies وguidelines هتحطها شركات التأمين وهتحطها الدولة إنه هو عشان يضمن فلوسه هو كمقدم خدمة سواء للدكاترة بتاعته أو هو كمستشفى لفلوسه هو للفاسيليتي بتاعته نفس الكلام ينطبق على مراكز التحليل والأشعة فهيبدأ لازم يطبق السيستم الجديد والفاسيليتي الجديدة اللي إحنا بقى هنديه هنا في الكورس هو يعني إيه الفول RCM سايكل أو الفول مريكا البيلينج سايكل عشان أنت تبقى فاهم أنت لو رحت في أي مكان تشتغل فيه دلوقتي حتى من غير ما يتبقى لأنظمة الصحية الشاملة أنت هيبقى عندك زي ما يقولوا الـ upper hand وأنت تبقى شايف أكتر منهم لأن أنت شفت النظام العمل في أمريكا نفسه عمل إزاي أعتبر من أعقدهم على الإطلاق لأن حصل fraud وscam يعني فيه نصب كتير حصل في الأول خالص على الناس في أمريكا سواء على شركات التأمين أو على مقدم الخدمة سواء مستشفات أو دكاترة أو على المريض نفسه كان بيحصل نصب كتير جدا جدا هناك يعني فبالتالي هم حطين قوانين ولوز تحكم الموضوع ده فالموضوع restricted شوية موضوع sooner or later هيتطبق في مصر لأن بقى فيه حاجة لي خلاص يعني احنا شفنا بعنينا أن الأنظمة الصحية إزاي كلها وقعت بمجرد ما حصل بـ pandemic دوت لا نستثني أحدا مفيش من أمريكا للصين لروسيا لأوروبا كلها اللي كانت من أقوى الاقتصادات في العالم كله ما حدش يستحمل اللي حصل ده فكله بيينفست دلوقتي في الموضوع دوت وكله رايح لده فكل أقدر أقول لكم اللي هيخش بدري في الموضوع ده بيبقى ليه فرصة أكبر في أنه هو يكبر ويترقى ويبقى ليه مكانة كويسة في المجلة اللي احنا هندي في الكورس جماعة هو زي ما قلتلكم هو اللي بتعمله الـ operations في الشركات المصرية الموجودة وبتشتغل مع الدكاترة في أمريكا كلها فأنت بمعنى صح أنت بتخش أنت زي ما يقول بتهد the ground running يعني أنت خلاص أنت عرفت ما تخش أي interview في شركة من الشركات ديت أنت خلاص أنت داخل هيسألك على أي حاجة في الميريكا البيلنج أو الفول RCM سايكل أنت فاهم يعني إيه هو نفسه هيتفاجئ أنك أنت عندك المعلومة هيبصت طب أنت جبتها إزاي دي ما هو ما فيش في مصر شركات كتير بتعمل ده إحنا هم أربع خمس شركات وكل اللي فيهم عارفين بعض طب أنت إزاي عرفت ده فهيبدأ يبص لا تمام طب خلينا كنا نشوف ونجرى ويجيبك وتلاقي أنت جبت صاحبك وصاحبك جاب صاحبه وهكذا تبقى ببرز الناس كتيرة جدا طبعا كل اللي أنا بقوله ده من غيرك اجتهادك أنت الشخصي ومثبرتك ما بيسويش حاجة زي بالضبط المهندس كده المهندس بيتخرج لو اعتمد على فكرة هندسة فقط مش هيشتغل لازم بياخد برامج تساعده زي الأوتوكاد وبرامج كتيرة جدا بتساعد كل برنامج بياخده هو بيشاربن السكيلز بتاعته يعني بيقوي السكيلز والمهارات بتاعته عشان لما يخش يعطي في انترفيو يقولهم أنا بأعمل كذا وبأعمل كذا وبأعمل كذا فأنتم محتاجين الكورس ده هيبقى بداية ليكو قوية هيحطك على الطريق أنت هتخش تشوف بنفسك جوه وعملي الناس إزاي شغالة جوه وهتشتغل على برامج الناس شغالة عليها جوه وهتشوف الأمريكا إزاي ماشية إزاي والنظام الصحي في أمريكي كله ماشي إزاي وزي ما قلت هو النظام الأقوى دلوقتي في العالم يليه للنظام الأسترالي واللي بيتطبق في بعض الدول العربية هنا الفرق ما بينهم حاجات بسيطة جدا جدا هنقولها في الكورس وهنتكلم فيها أهم حاجة إنك تخلص النية إنك تعمل ده إنك يبقى في باب رزق ليك والغيرك ده لو عملته ربنا هيكرمك جدا جدا زاكر ما تاخدش الكلام اللي احنا بنقوله وتحطه في الدرج صدقني ما فيش حد يوصل ببدأ ما حدش يروح ياخد الكورس ويخلص أنا أخدت الكورس والله أنا أعرف يعني كذا كذا وتشرح له الفول RCM سايكل مجرد ما هتخلص من الكورس هتبقى فيهم كل حاجة مع قونة comes to medical billing الفريلانس الفريلانس هو موجود كاوبشن واللي مش فهم يعني إيه الفريلانس الفريلانس يا جماعة إنك تشتغل لوحدك يعني لا أنت تابع شركة ولا تابع مستشفى ولا تابع شركة تأمين على فكرة أنت ممكن تشتغل في شركات تأمين برضو لأن اللي بيحصل عندما بتتبعت المطالبة بتاعتك لشركة التأمين شركة تأمين عندها حد قاد زي حضرتك بالزبط بيراجع اللي أنت بعضته ده ويتأكد من كل حاجة أنت بعضته في المطالبة فبس هم بيسموه هناك medical advisor مش medical biller فأنت شركات تأمين مستشفيات اللي هم قديم الخدمة شركات بتاوتسورس أو فريلانس الفريلانس بس يعني بيحتاج شوية أنك تكون اشتغلت في medical billing عشان تاخد الخبرة تشتغل شوية في medical billing في شركة هنا أو في مستشفى أو أين كان المكان اللي تشتغل فيه والحاجة الثانية أنك اللغة بتاعتك تشتغل عليها كويس جدا لأنك لو اشتغلت على اللغة بتاعتك بيفتح لك ببنك كويس جدا الفريلانس برضو عشان تبقى خطوا الأرقام بتاعتها في أمريكا بتستارت أو بتاورج بين 25 دولار يعني إيه 25 دولار في الساعة ومش بتتحسب ساعة اللي هو إيه أنت قاعد أنا هشتغل 8 ساعات فأنا 25 في 8 لا لا بتمشيش كده هو بيديلك تاسك الدكتور في أمريكا عايزك تشتغل على حاجة معينة التاسك دي أنتو بتتفقوا أن التاسك دي بتاخد تقريبا وقت average let's say one hour two hours per day فبتبدأوا تشتغلوا معاهم بدا بس again الفريلانس محتاج الأول أنك تشتغل فأنا مبرشحش أن حد يخش على الفريلانس على طول however هو باب بفلوس حلو جدا بس هيحتاج أنك تشتغل الأول على نفسك تشتغل وتاخد خبرة برة وتشتغل بإيدك مرة واثنين 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 أنا أشغلك هنا في الكورس وهتديلكو assignments أخليكوا تشتغلوا بأيديكو هتبقى زيك زي اللي قاعد هناك على كورسي في شركك من الشركات اللي شغالين ويشتغلوا في أمريكا فاهم كل حاجة أنت لما هتخش تعمل interview أو تتكلم معهم الناس هيتفاجأوا أنك أنت فاهم ده كله حتى لما هتخش جوه وربنا كرمك بشغلانا منهم أنت مش هتبقى راهب الموضوع أنت عندك فكرة الكلام اللي بيتقال لك آه ده هو نفس الكلام اللي أنا كنت بيتقال لي في الكورس ده هو هو وديدعي لنا ساعتها دعوة كويسة لأنه هو ده الهدف الأساسي أن ربنا يجعل الكورس ده بابرز الناس كتيرة جدا لأن زي ما قلت سونر أو ريليتور إن شاء الله الموضوع ده هيكبر وهيكبر جدا في مصر فأول ما هتخش بدري ده أفضل لك أنت أنت جربت هنا وهنا 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 طب ما تشوف ده ما يمكن ده فعلا بابرز كويس أنا واحد من الناس بقالي 15 سنة تقريبا في الهالث كير اندوستري وفي المريكال بيلينج تقريبا عشر سنين لا الموضوع بيكبر من ساعة ما بدأنا كنا فين للوقت دي إحنا بقينا فين عدد الشركات اللي بتطلب بتطلب ناس بيجوا كل فترة كده يروحوا طالبين عدد بياخد عنده ناس في الويتينج لست لأنه هو بيجيلو كلينت ريكوستس وده كترة بتبقى عايزة مريكال بيلرز وكتاع وفي حاجة اسمها ريموت امبليز يعني الموضوع متشعب هنتكلم فيه باستفاضة إن شاء الله في الكورس وفرص العمل دي عاملة إزاي جوه بس من ناحية فرص العمل فيه خمس شركات في مصر دلوقتي كانوا شركتين من ثلاث سنين أو من سنتين دلوقتي بقى خمسة فيه مقدم خدمة شركات تأمين كتير جدا فيه مقدم يخدم مستشفيات دلوقتي الدولة بتإنفست وبتستسمر بقوة اللي متابع منك وبيحب السياسة وكده والاقتصاد هيشوف إن الدولة دلوقتي شغالة بقوة على البنية التحتية بتاعت الأنظمة الصحية بتاعتها وقريب هيبدأوا يطبقوا ده السعودية والإمارات السعودية أطلقوا من فترة منصة نفيس دي واحدة من المنصات القوية جدا اللي بتحافز على الـ data بتاعت الـ patient والتعامل في الـ data بتاعت الـ patient أتمنى إن شاء الله الكورس ده يبقى فيه استفادة لك وكلكم بإذن الله ويبقى بابرز لكل الناس اللي تعرفوهم أقول إن أتمنى إن انتوا ترشحوا ده للناس حتى مش لازم يبقى عندهم medical background مهم يبقى معاه لغة لو عنده لغة كويسة medical background ده طبيعتنا كلنا درسنا فاللغة يعني إحنا اتحنا زي ما يقولوا كده خدونا رامونا في وسط الكتب دي والمراجع الكبيرة دي يعني أنا واحد من الناس أنا خارج علوم جامعة القاهرة رامونا في المراجع والطرين لازم تتعلم لازم في الآخر تتعلم الحمد لله خارجت بامتياز الحمد لله فأنت محتاج تشتغل على نفسك علشان ربنا يكرمك اسعى وتأكد إن سعيك ده والله أنا واحد من الناس عندي 15 سنة خبرة وبشتغل شغلانتين فمش أقول لكم 30 سنة وسأقول 15 سنة خبرة اللي بيسعى هو اللي بيلاقي في الآخر صدقوني اللي بيسعى بيلاقي في الآخر واسأل وشوف طب هم عايزين ده ليه طب إيه اللي نقصني طب هشتغل على ده طب حلو المجال حلو جدا وشكل وعد طب إيه اللي نقصني أنا محتاج أشتغل على اللغة شوية قعد أشتغل 3 شهور 6 شهور 9 شهور أنا أخذ كورس كويس في المريكال بيلينج خلاص أنا وقفت على رجلي أبدأ أدور هنا وهنا وهنا محدش بيجي له الشغل يعني مش هتخلص الكورس هتلاقي إن الشركات وقفة هبا هات ده خريج إينوفيريف ولا وايكس ولا واي من الشركات أو المقدمة الترينينج في المجال ده الناس دي جمده هتهالي بقى مفيش ما بيحصلش كلم ده على الأرض والوقع يا جمع أنت بتسعى وبتدور وبتقو مهاراتك عشان ربنا يكرمك بحاجة كويسة لك في الآخر معلش طغلت عليكو بس المقدمة دي كانت لازم عشان تبقوا فاهمين كويس جدا المجال ده رايح على فين إيه أهميته واللي بيأكد الكلام اللي أنا بقوله ده إن كان فيه كنت شفت انترفيو لواحد من أكبر مقدمي الخدمة في العالم اللي بيقدمه بتاعة الميريكال كودينج والميريكال بيلينج في العالم اللي هو الفيس بريزدينت بتاع شركة اسمها AAPC دي أكبر شركة في العالم بتقدم الخدمة دي سواء في أمريكا أو في دول العالم كلها وملايين البلدين بياخدوا الكورسز هناك الكورسز تبغالية جدا طبعا الراجل كان بيتكلم كانوا عاملين انترفيو معا هنا في مصر الراجل يتكلم على إن مصر سونر أو ليتر هي دخلة لده مصر هتطلب ميريكال كودرز وميريكال بيلرز كتير الفترة الجاية يمكن السعودية والإمارات سبقلنا بخطوتين أو حاجة بس في الآخر الثلاث دول دول واخدين خطوات مهمة جدا وهتلاقيهم بيدوروا بيأديهم وسننهم على الناس اللي عندها الخبرات دي سونر أو ليتر الراجل ده لما اتكلم قال لك لأ مصر رايحل ده وهيبقى فيه شركات تأمين أكتر هتبدأ تخش السوق وهيبقى فيه مقدمة خدمة أكتر هتبدأ تخش السوق والتالي هيبقى فيه طلب أكتر على الميريكال بيلر أو الميريكال كودر المجال بتاع الهيلث كير اندوستري هيكبر أكتر لأن خلاص العالم كله شاف إن ما ينفعش تهمل في مجال زي دوت يعني أي دولة ما قياس تقدمها هو الصحة والتعليم أيضا فإنت لو أهملت الصحة الشعب بتاعك خلاص مش هتلاقي شعب فمستحيل الدولة دلوقتي بعد اللي حصل ده كل فترة كده بيجي كل فترة من الزمن بيجي علينا وباقاء بيدرب الدنيا كلها بيفوأ الشعوب العالم كلها تاني إنها والدول محتاجة تركز في الصحة وتإنفست في الصحة علشان الناس تفضل عايشها طيب خلينا كده نسمي الله ونبدأ نتكلم في الميريكال بيلنج إيه هو الميريكال بيلنج وإيه الكورس أنا أخد إيه في الكورس دوت أنا هشرح في الكورس إن شاء الله المجال الأكثر تعقيدا اللي هو الميريكال بيلنج في U.S يعني لأنه فيه قوانين وفيه لوائح وفيه policies كتير جدا بتحكمه والمجال ده أنت مجرد ما هتفهم ده هتلاقي هنا في مصر في السعودية في الإمارات هو ممكن ما بيطبقش الـ cycle كاملة ويطبق جزء منها ولكن أنت في الآخر أنت فاهم الـ big picture فأي جزء هتشتغل فيه ما عندكش أي مشكلة فيه إن شاء الله ضعيبا أنا حابب بس أأكد على حاجة إن لو أي حد عنده أي سؤال أنا هفتح وقت الأسئلة جماعة بلاش نعن ميوت دلوقتي لو عندك سؤال وحاس أنك هتنسى كتبه جنبك أو كتبه لي في الشات أنا هاخد وقتي وهارد عليك وهاخد الأسئلة هارد عليها واحد واحد إن شاء الله بحيث أن الناس كلها تبقى عندها إجابتها طيب خلينا نسأل السؤال المهم أنتوا شايفين دلوقتي الـ screen أنا عامل share الـ screen شايفينها ممكن حد يكتب لي في الشات لو شايفينها تمام جميلة شكرا جدا طيب بصوا جماعة زي ما انتوا شايفين المجال ده هناخد في الكورس ده كذا حاجة الـ content بتاعت الكورس بتحتوي على أول حاجة الـ RCM Billing Cycle إيه الـ RCM Billing Cycle الـ RD stands for Revenue C Cycle Management Revenue Cycle Management يعني الدورة بتاعت الماديات إزاي تجيب فلوس الدكتور من عند شركات التامين بصوا جماعة باختصار كده الـ Medical Billing هو إيه؟ انت دلوقتي لو حرقك رايح لـ دكتور عايز تروح لدكتور في عيادة فبتبدأ تكلم العيادة بتعرف معيد الدكتور إمتى وبتبدأ تروح للدكتور بتبدأ تخش له بيقولك طيب حرجت لنا قبل كده الـ front office عندهم اللي هو بيقابلك أول ما تخش بيقولك طيب حرجت لنا قبل كده أو لا ليك ملف عندنا طب لو ليك ملف بيطلع الملف بتاع حضرتك ما لكش ملف بيديلك ورق كده بتملى فيه البيانات بتاعتك اللي هي بيسميها registration form تمام تملى الـ data بتاعتك اللي هي البيانات الاسية بتاعت حضرتك من اسمك سنك عنوانك تليفونك ازاي يوصلونك ويبدأ يسألك هرأيك هتخش هتدفع كاش ولا حضرتك عندك حد مؤمن عليك شركة تأمين فلو عندك شركة تأمين بتبدأ تديله الكرت بتاع شركة تأمين ده عشان يقولك آه والله انت ينفع تقابل الدكتور ومتأمن عليك ولو عليك فلوس مثلا لو شركة تأمين بتاعتك بتقول انك لو شفت الدكتور ده مثلا لتساي هو الكشف بتاعه بـ 200 او 250 جنيه فبيبدأ يقولك طيب انت مفروض تدفع من 250 مثلا لتساي 50 جنيه عشرين في المية وبتبدأ تخش تشوف الدكتور بيجي دورك تخش الدكتور ازاي هرأيك دكتور عامل ايه بيبدأ يسألك انت ايه مشكلتك بتبدأ تتكلم معاه وتشرح له ان والله انا عندي مثلا كحة او بارد ضهر وجاني ايدي وجعاني حصل كذا 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 بتبدأ تشرح له الدايجنوزز اللي عندك تمام اللي هو انت بتقوله مثلا عندي كحة فالكحة دي اسمه دايجنوزز هو بيبدأ يشخص حالتك بناء على السيمتمز اللي عنده حضرتك العراض اللي عنده حضرتك تمام بيبدأ الدكتور بناء على السيمتمز وممكن كمان الكشف الظاهري على حضرتك او انه هو يطلب منك تحليل واشعة عشان يقدر يشخص الحالة افضل بيبدأ يقولك بتاعته يقولك طيب احنا هنمشي على كذا هنعمل كذا هناخد كذا هناخد جلسة تالاجة هناخد حقنة كذا هنمشي على الدواء وكذا بيبدأ يديك التريتمنت بلان بتاعته وحرك بتاخد بقى الورق ده وتتكل على الله تشوف انت هتعمل ايه بالزبط تمام طيب بيجي الدكتور دلوقت الحد ما بنتكلم احنا هنا الدكتور بالنسبة له هو ما خدش من حضرتك غير 50 جنيه من المتين و50 جنيه بتوغه فاللي بيحصل ان الدكتور عشان يقدر يكمل ويشوف مرضى تانيين ويدفع فلوسه مرتبات والاجور بتاعت العادة بتاعته او 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 بحتاج فلوسه بحتاج المتين جنيه اللي لسه مخدهاش من شركة التأمين دي فبيبدأ يجيب ميديكال بيلر الميديكال بيلر ده وظفته انه هو يجيب المتين جنيه دي من شركة التأمين بيبدأ يشوف المريد جي خد ايه خدمات بالزبط عند الدكتور هل هو كشف بس فقعد وقت مع الدكتور فبالتالي هيبقى فلوس الوقت اللي قعده مع الدكتور وفقط ولا الدكتور عمل له مثلا لو الدكتور مثلا عنده مركز كويس عفيه تحليل واشعة او اداله مثلا حقنة انجاكشن او فاكسين بالذات في الوضع بتاع كورونا والباندامك اللي احنا كنا عايشين فيه ده فخد ايه سيرفزز عند الدكتور بيبدأ الميديكال بيلر ياخد السيرفزز دي من الريبورت اللي الدكتور كتبه عن البيشنت وبيبدأ يكتب مطالبة لشركة التأمين بالفلوس اللي ايه اللي بقى على المريد المطالبة دي احنا بنسميها الكليم كليم فورم بيبعته للإنشورنس اللي هي شركة التأمين علشان يجيب الفلوس بتاعته بتاعته الدكتور معيب اللي بيحصل بعد كده شركة التأمين بتاخد المطالبات دي بتراجعها عندها واحد قاعد زي حضرتك بالزبط حركة ميديكال بيلر شغال تبع الدكتور عندها واحد قاعد زي حضرتك بالزبط اسمه ميديكال أدفايزر أو كليم أدفايزر هناك في شركة التأمين بيبدأ يراجع الكليم الحركة بعدها دي لشركة التأمين ويبدأ يبص فيها يشوف آه لا والله ده الموضوع هو فعلا المريض ده عنده تغطية تأمينية أو لأ هل الخدمات دي بتضغطها ولا لأ لأن احنا مثلا في عارفين مثلا على سبيل المثال خدمة زي خدمة الدينتل سيرفيسز اللي هي بتاعت الأسنان مش كل شركات التأمين بتكفرها أو لو بتكفرها بتكفر حاجات معينة بسيطة أو فيها فبيبدأ يراجع الميديكال أدفايزر ده يشوف هو ده شغال اللي مشغاله فيبدأ يشوف هل فعلا البيشنت يستحق ان احنا ندفع له الفلوس دي ونكفر ونغطيه وندفعها للدكتور بتاعه اللي راح شافه ولا لأ وبناء عليه بياخدوا القرار سواء هيدفعه أو مش هيدفعه ولو هيدفعه الفلوس بتبقى أنتك بتاعه للدكتور ما بيدفعوش ساعتها في الحالة دي انت بتبدأ تكلمهم وتفولو أب معهم وتشوف المشكلة فيه فده بساطة الـ Revenue Cycle Management دي أول حاجة هنتكلم فيها إن شاء الله في المحاضرة النهاردة هناخدها باستفادة هتفهموا من أول Front Desk لغاية ما تحول الفلوس للبانك أكاونت بتاع الدكتور وتروح له في البانك أكاونت بتاعه طيب دي بالنسبة للـ RCM Billing Cycle دي السيكل طيب تاني حاجة هنتكلم فيها إن شاء الله في الكورس وهي Different Types of Insurances يعني الأشكال المختلفة لشركات التأمين في أشكال تأمين مختلفة فيه في أمريكا فيه تأمين حكومي فيه تأمين عسكري Military فيه تأمين خاص اللي هو بيسموه Commercial أو Private Insurance اللي هي الشركات التأمين الخاصة هنتكلم عن كل نوع باستفادة وإيه الشركات المشهورة فيه وإيه أشهر الـ Policies ليهم واللي بيعملوا إيه بالزبط علشان الفلوس تتدفع بالنسبة لشركات التأمين ديت ثاني حاجة بعد الكرة هنتكلم أو ثالث حاجة هنتكلم على Doctor's Office and Front Desk Billing Tasks يعني إيه أنا دلوقتي أنا محتاج إيه كابيلر من عند الدكتور عشان أقدر أجيب له فلوسه من شركة التأمين بحتاج منه شوية حاجات كده Front Office بيجهزها لي ويبعتها لي بحيث أن أنا أقدر أعمل المطالبة الطبية أو el-claim أو el-medical claim form وأبعطه للإنشورنس عشان أعرف أجيب فلوس الدكتور بنتكلم برضو عن Front Office Billing Tasks دي باستفادة ونتكلم هما بيعملوا إيه بالزبط وإيه التاسكس اللي احنا بنحتاجها منهم علشان في تاسكات لو ما عملوهاش إحنا مش هنعرف نجيب بالتبعية الفلوس دي للدكتور وبالتالي بيبقى التأصير جاي من عند الدكتور ونبدأ نتكلم معاه ونعالج المشكلة دي طيب بنتكلم بعد كده في شكل ال-claim form اللي هو اللي بيروح بقى للإنشورنس اللي هو اسمه CMS 1500 أو CMS 1500 أو ال-HECFA form وبنتكلم إيه الفرق بين CMS 1500 وال-HECFA form دي أشكال claims يا جماعة بيبقى form أو template كده بنحط فيها ال-data بتاعة ال-patients وبنبعثها لشركات التأمين ونتكلم باستفاضة في الموضوع ده ونتكلم ليه عملوا فورم وليه الموضوع بقى فيه أجه اسمها codes CPT codes و ICD-10s وبتحطوا ازاي على claim form ونخدهم box by box ونتكلم فيهم بحيث أنك تبقى فاهم كويس جداً ال-CMS form لأن فيه بعض الناس لسه شغالين في المجال ده للأسف ما يعرفوش ال-CMS form من غد دلوقتي ما يعرفوش يطلعوا ال-data من ال-CMS form هنتكلم بعد كده على claim scrubbing and submission يعني إيه claim scrubbing and submission يا جماعة claim scrubbing and submission من اسمه اللي هو أنك تبعت ال-claim و scrubbing مش المقصود بيه أنك تدعاكه أكيد يعني المقصود بيه أنك تراجع ال-data اللي فيه وتتأكد أن ال-claim بتاعك طالع مظبوط ما فيهوش أي حاجة invalid وعشان تضمن فلوس الدكتور لما تبعتها لشركة التأمين وتضمن أنك تاخد فلوسه ده aspect مهم جداً 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 هياخد مننا وقت شوية وهنتكلم فيه وازاي تتأكد أن ال-data طالع في ال-claim form كلها مظبوطة وما فيهاش أي حاجة تعمل مشاكل أتوقف ال-claim ده جزء كبير جداً جداً بيوفر عليك حسل كتير بعد كده إنك تهتم بال-claim scrubbing إنك ما تهتم ده كويس جداً 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 ده بيوفر عليك وقت ومجهود في مشاكل إنك بتطلع لك حاجة اسمها rejections و denials اللي هما النقطتين اللي بعد كده زي ما تشايفين قدامكم في السلايد rejections و denials من اسمهم إن الحاجة ال-claim نفسها اطرفها ديت ومش هتدفع وال-rejections بتترفض من جهة معينة حاجة اسمها clearing house وال-denials بتترفض من ال-insurance نفسه هنتكلم في السلايد اللي جاي الفرق بين rejections و denials باستفادة وهتفهموا الفرق ما بينهم إن شاء الله بعد كده أنا هافطرد إن الحاجة راحت لشركة التأمين خلاص فلو شركة التأمين هتدفع الفلوس هتتديني الفلوس فده احنا ببدأ نشتغل على حاجة اسمها posting payments إن أنا أسكن الفلوس دي على ال-claims عشان أقفلها وتبقى كده ال-claim دي تقفلت خلاص ما تفضلش مفتوحة عندي فلما شركة التأمين بتتبعت الفلوس لازم أدوكيومنت عندي إن الفلوس دي دفعت خلاص وإن أنا مش محتاج أي حاجة من شركة التأمين ولا من المريد أو لو أنا محتاج حاجة من المريد ببدأ أبعث له invoice أو bill invoice أو bill هي بنسميها إحنا فاتورة بنقول له والله شركة التأمين بتاعتك دفعت قد كده بيقولوا عليك قد كده ودي ال-invoice أو bill دي بنسميها إحنا statement اللي هي النقطة اللي قبل الأخيرة وبعد كده بيبقى لنا حاجة واحدة وهي أهم حاجة في الميديك البيلنج اللي بتبين الميديك البيلر الشاطر من الميديك البيلر اللي مش شايف شغله هي ال-account receivables ال-account receivables هنتكلم عليها باستفادة جدا 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 واحدة أنا في رأيي أنا الشخصي بتمثل 80% من شغل الميديك البيلر اللي هي ال-account receivables هنتكلم باستفادة عنها هي كل كليم ما جليش عليه رد ببساطة كل كليم ما جليش عليه أي رد أنا محتاجة follow up عليه وهنا نتكلم إزاي بنشتغل عليها وبحيث إن ما يبقاش عندك أي account receivables وقفة بقاش عندك أي claims وقفة ما تحولتش لفلوس لأن طول ما account receivables ما تحولتش لفلوس الدكتور بيبدأ يتكلم معاك وابتخوش في meetings طب ليه ما جبتليش فلوس لأن من الآخر الميديك البيلر انت بتلعب في جيب الدكتور أو ببعنها صح انت بتلعب في المم بتاعه يعني انت هو بيشوف مرضى وهو معتمد على حضرك إن انت تجيب له الفلوس دي من عند شركات تأمين والمرضى فلو حريك ما جبتش يبقى الراجل شغال لله وللوطن وبالتالي بيبقى الموضوع صعب فعشان كده انت بالنسباله انت اديه ورجله يعني انت اهم حاجة من انت مصدر دخله هو بيعمل اللي هو شاطر فيه إن هو يكشف على المرضى ويعالجه بس ما بيقودش المقابل المادي غير لو انت بعد ربنا طبعا شفت شغلك كويس جدا جدا وفي الآخر حولت له كل الزيورات اللي جات عنده بتاعت المرضى دي لفلوس في البنكات كمان بتاعه ساعتها يحبك جدا يعني ده باختصار الـ content بتاعت الكورس هنتكلم عن كل ايتم من دول باستفادة كبيرة وهناخد هنشوف الـ forms بتاعت كل حاجة من الحاجات اللي موجودة في الـ medical billing انا جايب لكو templates للحاجات دي علشان ما ينفعش نشير الـ real info او الـ data الحقيقية بتاعت المرضى لان في حاجة اسمها policies و hyper regulations وقوانين بتحمي حقوق المرضى في ان هم محدش يعرف اي حاجة عنهم غير سواء نفسه او زويهم اللي هو مديهم تصريح بدوات هنتكلم النهاردة في اول حاجة فيهم الـ RCM billing cycle تمام؟ هناخدها باستفادة ولو حد عنده اي اسئلة هنجاب عليك طيب انا دلوقتي هنفتح بس باب الاسئلة لو حد عنده اسئلة في الجزء اللي فاد ده في الـ introduction او الـ content بتاعت الكورس في حاجة مش واضحة في الكلام اللي انا قلته يسألوني وانا قبل ما نخش في الجزء اللي جاي لان الجزء اللي جاي مش هينفع افصل فيها هيبقى كبير شوية فلو حد عنده اي اسئلة ممكن حتى تبعتوهولي في الـ chat لو ما عندكوش اي اسئلة ممكن نخش على طول ان شاء الله على الـ RCM billing cycle وانخدها واحدة واحدة كده كان فيه حتة برضو على ما تكتبوا الاسئلة كان فيه حتة كان حد سألني الفرق بين الميريكل بيلر والميريكل كودر بصوا جماعة الميريكل كودر هو وظيفته الاساسية هو انه بياخد الميريكل ريبورت من الدكتور ويحولوا الاكواد قابلة الدفع تمام؟ يعني ايه؟ يعني كل خدمة قدمها للمريد أو كل تشخيص المريد قاله في الـ visit اللي راح شاف فيها الدكتور كل تشخيص ليكود معين وكل خدمة يعني مثلا جيه قاعد مع الدكتور نص ساعة اللي بيقعد نص ساعة غير اللي بيقعد ساعة غير اللي بيقعد ساعة غير اللي بيقعد ساعة غير اللي بيقعد عشرة دقيقة غير اللي بيقعد ربع ساعة كل واحد ليكود الربع ساعة بفلوس معينة الساعة بفلوس معينة لو خاد عند الدكتور إنجيكشن نوع الإنجيكشن ايه بياخد بفلوس معينة لو خالد فكسين نفس الكلام لو الدكتور عمله لاب تاست في المركز بتاعه بفلوس برضو لو المركز او في المستشفى مثلا عمله له أشعة وتحليل برضو برضو خدمات تقدمت للمريض بفلوس فكل الخدمات دي كلها بييجي الكودر بياخد الميديكار ريبورت بتاع الفيزت ديت ويحوله لأكواد قابلة للدفع أكواد فالد فالكودر بيحتاج إنه هو يبقى على دراية تامة بكل الأكواد بتاعت الكودينج عشان كده دايما بيفضله في الكودينج إنه هو يبقى حد سيرتيفايد من اي اي بي سي مثلا أو اهيمة أو في كزا مقدم خدمة في مشهورين جدا في العالم يعني بيدي لك السيرتيفكيشن دي وإحنا معنا دكتور وليد من أشطر الناس في المجال دوت بيخليك تبقى جاهز للتست بتاع الميريكال كودينج وماشاء الله عندي ناس كتيرة جدا اكتازت وكتازت بانتياز يعني تمام؟ فالميريكال كودينج الوظيفة الأساسية ليه هي زي ما بقول لكم كده إنه هو ياخد الميريكال ريبورت يحوله الأكواد دات كان جيت بعيد ممكن تتفهم الحاجة التانية ده بالنسبة للكودينج البيلر وظفته إيه؟ لا البيلر بتبدأ وظفته من بعد الكودر البيلر بقى بياخد الأكواد اللي الكودر عملها ديت من الميريكال ريبورت ويبدأ يحولها لكليم أو مطالبة طبية لشركة التأمين عشان تتدفع وتتحول لفلوس للدكتور فده الفرق بين الكودر والبيلر اللي اتنين بيكملوا بعض اللي اتنين شغلوا مهم جدا جدا لبعض والكودر لازم يبقى عنده background بيلر بيلنج والبيلر يبقى عنده أساسيات الكودينج البسيطة عشان يعرف ياخد باله لو فيه مشكلة في الكودينج قبل ما الكليم تروح وتقف فيها مشكلة ممكن يلاحظها وياخد باله منها ويوفر على نفس وقت وحاصل كبيرة جدا مع شركات التأمين فالتنين مهمين جدا وانا اعرف ناس ما شاء الله عليهم بقوا certified coders وفي نفس الوقت medical billers فدول بقوا تنينين مجرنحة بصراحة يعني الناس دي بتبقى في المجال لان هو زي ما بيقوله جابها من تحت الفوق خالص فعارف كل حاجة جدا كل حاجة كويس جدا بقواف على رجله الميريكل محمد حاضر هاخليك انا شايفك رفعت ايدك هاخليك حاضر تسأل سؤالك لو الميريكل بيلر هل بيحتاجك certificate لا يا جماعة ما بيحتاجش certificate خالص يعني في مصر داخل في عشر سنين او اكتر في الميريكل بيلر ما شفتش حد بصراحة certified خالص تمام وحتى برا مش بتطلب لانك مش محتاجة انت الخبرة العملية بتجب ده كله هي بتبقى محتاجة حد بيهتم بالتفاصيل اكتر حد بيهتم بالارقام لانك انت في الاخر شغلك كله في ارقام وفلوس ويعني مصدر السعادة بتاع ايه دكتور من الاخر يعني فعلا الميريكل بيلر مش بتحتاجك certification خالص مش بتحتاج حتى ميريكل باكجراون لو عندك ميريكل باكجراون it's a plus for you يعني عاجة يعني بتساعدك اكتر هاو ايفر المطلوب هو انك تتكلم انجليش كويس لو انت عايز تشتغل مثلا في شركة زي من الشركات اللي عقودها في مصر اللي بتاوتسورسوا لامريكا الانجليش بتاعك يبا كويس وعندك السنس بتاع الاناليسس بتاع الفلوس بتحتم بالتفاصيل شوية طيب انا شايف في سؤالين ومحمد كان رفع ايده محمد هل سؤالك ممكن يتكتب في الشات ولا لازم اوديو على مرض على اول سؤال السؤالي بيقول يا دكتور بعد الكورس ان شاء الله هل ممكن الواحد يشتغل مع نكاترة في امريكا مثلا اذا انا برا امريكا لانه هبا عرفت انه هم عندهم كيف ممكن الواحد ياخد التصريح طيب سؤالك حلو جدا الهيبا اللي هي الهيبا دي اللي لسا كنت بتكلم عليها من شوية بتاعت اللي هي بتحافظ على الدياتا بتاعت البيشنس ما تتسرقش لان في بعض البيشنس ممكن لو حد مثلا عنده مرض معين وعنده حد متربس به ممكن يستغل ده في تشويهه او في حاجة ضره هو شخصيا فبالتالي جات فكرة ان لأ لازم يبقى في حماية للداتا بتاعت البيشنس دي محدش يعرفها خالص ومن هنا نشأت فكرة الهيبا ريجيليشنس لازم الهيبا ريجيليشنس تبقى موجودة الهيبا ريجيليشنس ده بحر كبير وواسع جماعة بس ملخصة هي شوية قوانين ورولز بتحمي تنقل الداتا بتاعت البيشنس ما بين الدكتور والبيلرز وشركة التأمين والبنوك يعني ده ملخص الموضوع طيب هل هل ممكن نشأت بعد الكورس او ما بقولك فيه شركات في مصر هنا شغالة وكل شغلهم في امريكا ده ما وهما بيفولوا الهيبا جايدلاينز ومشيين عليها علشان محدش يجي يتكلم معهم في حاجة ويقولهم لا انتو كده فيه بريتش حصل او فيه مشكلة حصلت مع ال عند البيشن ده لان الموضوع ممكن يوصل لانك يترفع عليك قضية لان انت صربت معلومات بتاعتبيشن ما كانش ينفع تتصرب يعني وهناك فيه قوانين وبتاع فالموضوع مش مش ماشي هلهلي او زي عندنا هنا فهل فيه اه طبعا فيه شركات في مصر كل شركات اللي في مصر هنا بتفولو هيبا جايدلاينز السؤال التاني طب يا دكتور بعد اذنك ايه اللي خليني اتقبل في شغل الريموت طيب شغل الريموت بتهيألي انت لو تقصدر انك تشتغلي ريموت في فريلانس لوحدك زي ما قلت انت هتحتاجي تشتغلي الاول في الشركة من الشركات عشان توقفي على رجلك وتاخدي الاول وبعد كده لو حستي انك قدر اتخدي الخطوة دي كان دوت ده طبعا بس قبل كده لا يعني انا منصحش بصراحة يعني انا منصحش ان حد يخلص الكورس يقولك انا راح اشتغل فيلانس يعني لازم تدعك الاول شوية هتتعلم حاجات جوه اكتر الممارسة بتعلم كتير انا في الكورس ده حاول اخليكوا تتعلموا وحاول اخليكوا تشتغلوا باديكوا اكتر بحيث ان انتوا تبقوا فاهمين الدنيا ماشية ازاي وراح فينه جاملين عشان انا مقتنع ان الممارسة هي اللي بتعلم صراحة فانا فيه جزء كبير من الكورس ان شاء الله هتديكوا assignments feature تغلوا باديكوا وتاسكات كده تعملوها بحيث ان انت خلاص بتجيت familiar حتى بالsoftware لما قولك اعمل كذا يعني هتبقى عارف الدنيا راح فينه جاملين فإيه لي خلينا تقبل في شغل الريموت هو كده كده الشركات اللي في مصر وكلها شغالة ريموتلي يعني الناس قاعدين هنا في مصر والشغل في امريكا يعني التكتر في امريكا فهم كلهم شغيل ريموتلي او ايفر لو هتكال لو تقصدي freelance ريموتلي لا ما نصحش بيه في الاول بصراحة يعني محتاجة لغة ومحتاجة يبقى عندك experience في الميريكال بيلنج انك تشتغلي شوية كده وتدعك في الميريكال بيلنج الاول هنا وتخلاص فيهمتي بتبدأي تشوفي ده وتجرابي مرة واثنين وثلاثة لغاية ما تحس انك خلاص عرفتي زي بيقولوا ده هانجوفت لو عرفت الدنيا زي راح فينه جاملين وبعدين بتاخدي الخطوة دي طب بالنسبة للسعودية في دكتر بيلنج شغل اوه طبعا فيه بيلنج شغل بلسه قتب اقول انه هم طبقه في السعودية في منصة سمع نفيس اطلقوها المنصة دي هي بتفولو عشان تحمي الداتا بتاعت ما احنا لو هنبعت الداتا ما بين شركة التأمين والدكتور وعن طريق الاميلاد ده بسهولة ممكن يتضرب وممكن يحصل عليه هاكينج ويحصل بريتش زي ما حصل مثلا في آي كلاود من فترة والداتا بتاعت العملة كلهم رح ففيه في الشغلية اه طبعا فيه شغل في السعودية السعودية كمان زي ما قلتلكم سابقا هنا مصر شوية بخطوتين ففيه شغل في السعودية واهم حاجة انك تاخد الكورس تطور من نفسك تشوف هما بيطلبوا ايه محتاجين منك ايه واشتغل على نفسك وهتعملوا وفيه شغل زي ما قلت فيه مصر في السعودية وفيه في الامارات دول اكتر تلت دول دلوقتي عربية سابقين في الموضوع ده طيب غادة بتقول انا معايا CDC ومعايا شهادة من دكتور وليد ميريكل خبرة ويقدم في وظائف كتير وللأسف يا اما ما فيش رد او لازم اكون عايشة في امريكا مفروض اخد ايه تاني زي بي بتاعي يقول ايوه فريلانس طيب زي ما قلت لك يا غادة انت انك تشتغل فريلانس زي ما قلت لك محدش هيتقبلها لان هو اللي بيحصل ايه في الفريلانس هو انا مش بحط الفريلانس اخيرت وهمين يا جماعة زي بتروح عامل بروفايل لنفسك كده بتحط في البروفايل بتاعك في البايو بتحط انت اشتغلت على ايه وخبراتك في ايه تمام فبيبدأ لو حد عنده انترست انه هو يشتغل مع حضرتك كفريلانس بيبدأ يقول لك طيب هل ممكن نخش في ميتنج فتخش في ميتنج زي زوم ميتنج ده مع الدكتور ويبدأ يكلمك في ايه خبراتك ايه المشاكل اللي عنده واي اقتراحاتك للحلول اللي عندها انت عشان توصل لدي انت محتاج تدعك هنا في الشغل في الميليكال بيلنج وعشان كده وقلوك الشركات اللي في مصر هنا نكحة قوي لان في كذا حد هنا في مصر بدأوا الموضوع وبدأوا صح يعني بدأوا صح يعني كذا شركة في مصر بدأتوا صح فالناس اتعلمت صح وماشيين بستيدي ستابس وماشيين في الطريق الصح فعشان كده زي ما بيقولك الميليكال بيلنج مش ما بيعتمدش على الشهادات قوي قد ما بيعتمد على خبراتك ايه فخبرتك دي هتكتسبيها من الشغل من الشركات اللي بتشتغل اوتسورسنج يعني لو الشركات دي بتطلب كل فترة بحتاج تتابع وتروح تقدم وتشوف وتبعت وتروح تزور طب يا جماعة عايزة حط السيفي بتاعي عايزة اشتغل معاكو طب ازاي طب تفتحوا امتى طب بتقدموا ازاي وتدور مرة واثنين وتشوف المقدمة الخدمة هنا في مصر ما فيش أكثر مستشفيات في مصر يا جماعة كل مستشفى او مارك علاج او لاب او اي مقدم خدمة طبية عنده قسم محاسبات جواه الميريكل بيلرز بس هم في مصر هنا بيسموهش ميريكل بيلرز هون بيسموه محاسب طبي لايه الترجمة الحرفية الميريكل بيلر ففيه شغل هو فيه شغل هو السايكل هنا هي السايكل هنا اللي بيختلف اسامي يمكن شركات التأمين ما بين دولة للتانية اللي بيختلف السايكل هو بيشتغل على ايه في السايكل ممكن يهم الجزء في السايكل انت هنا في الكورس انت هتاخد السايكل كاملة عايزك تشتغل على جزء منها اهلا وسهلا عايز تشتغل على الفول سايكل انت عندك البيج اكتر انت فاهمت دنيا كلها رايحة فينه جاملين طيب هي ايه يا سامي الشركات البيلنج في مصر شغالة عشان نقدر نقدم فيها بوس هو الشركات اللي شغالة في مصر في الكودنج مش كتير يعني ما عرف بس شغالين في البيلنج وما زي ما قلت لك اربعة وخمس شركات اه واحدة من الشركات دي اسمها مايكروايز واحدة اسمها سنترو او كونسنتريكس اه وفي ارسي ام بيلرز او ارسي ام ايجيبت اه ممكن ابقى جيب لكم اسميهم وشيرهم معاكم يعني هم اربعة وخمس شركات في مصر شغالين وفيهم ناس شغالة هنا في مصر ونكحين في المجال ده كويس جدا اللي نحن بي outsourceو الامريكا السلري في مصر محمد بصي محمد السلري زي ما قلت في وسط الكلام السلري في مصر بي average ال start لحد fresh في الميريكال بيلينج لو عنده لها كويسة عنده اخد مثلا كورس زي دوت فما بيخش الانتربيو بي stand out زي ما بنقول انا عشان انا حضرت انتربيوز فعارف الدنيا ماشية ازاي او ايه اللي بيحصل في الانتربيوز في جزء من الانتربيوز اللي بتتعامل بيسألك في الميريكال بيلينج رغم ان ما فيش حد في مصر مش شركات كتيرة بتعمل ده بس هو still بيسألك بيشوف انت هل انت بتعمل research قبل ما تخش على الوظيفة دي وتفقوا فاهم الدنيا راحة فين وغاملين فلما انت تخش يلاقيك انت فاهم الفول RCM cycle وفاهم الميريكال بيلينج انت بالنسبة له لأي آية فالstart بيبقى تقريبا الأفريج سبعة للحد الفريش لو عندك بقى experience في الهيلف كير مش في الميريكال بيلينج بيبقى ليها زيادة بسيطة لو عليك في الميريكال بيلينج بيبقى ليها زيادة تانية كده يعني حسب انت ايه الـ experience بتاعتك والناس بتتنقل من شركة للتانية هنا كتير يعني انت اقول لك الناس لفت تقريبا على كل الشركات يعني ياسمين البيلينج طيب علشان نشتغل محتاجين ايه غير الكورس بيشترته خريج معين لا زي ما قلت انت راجل خريج حاجة عندك ميريكال باكجراوند طب صيدلة او غيره دي بلاس لي يعني حاجة هتساعدك جوه انت راجل خريج ادب انجليش تجارة انجليش الانجليش بتاعك كويس تساعد وعلم سياسيا وعندك انجليش عندك انجليش كويس go for it وقدم انت وانسى انك خدت الكورس انت فهمت الميريكال بيلينج ومعك اللغة كويسة وهو ده اللي هو عايزه منك في البداية هو بقى بياخدك جوه بقى بيعلمك كل حاجة from the start انت ما بتخش وانت فاهم من الكورس ده فاهم الدنيا راح فينه جاملين بتبقى واقف على رجلك احسن من حد مسلا كان داخل وعندي assignments واشتغلت على software معين وعارف الفورلز وشفت اشكالها وخدت assignments عليها فهم ما بيشترتوش لا خارجين معينين طيب الشركة في مصر لازم remote ولا متاح on site اللغة كويسة اني اكون الانجليش بتاعي كويس ولا بيحتاجوش هذا معينة تثبت كده لا 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 يعني ما فيش اجب ما بصوا الموضوع مش معقد او في اللغة كده اهم حاجة انك تكون مرضى في امريكا مع شركات تأمين مع داكاترا فانت سواء هتكلمهم على التليفون ده ما بيتعداش 20-30% من شغلك 70% من شغلك بيبقى شغل مخاطبات رايح جاي يعني ازاي تبعط claim data entry ازاي تpost payments ازاي تقرأ الحاجة لكن المكالمات من 20-30% الا لو انت شغلك هتشتغل على حاجة معينة في الميريكال بيلينج فجوه عندهم that requires ان انت تعمل calls clear لشركات تأمين او للمرضى فعلى حسب هتشتغل ايه هم هنا في مصر في شركات بتشتغل on site وفي شركات بتهير وتأعادك في البيت في دا وفي دا يعني دا موجود ودا موجود اللي بيشترط اي لتسوال تويفل اهم حاجة تكون اللغة بتاعتك كويسة ما هتخش يعملك interview بيبدأ يكلمك بالانجليش فلازم يلاقي انك تغير تكلم English choice طيب قد عندي اسئلة تانية نبدأ نخش طيب خلينا نخش على RCM billing cycle نتكلم فيها باستفاضة نتكلم ونشوف هي ايه بالزبط وايه اللي حاصل فيها عليكم رايز هوني انا هقفل الكاميرا علشان بس تركزوا في السلايد شو تمام طيب يا من از اش از 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 اص من اول ما بتروح حالس تعمل انتم بتروح تشوف الدكتور لغاية ما بتبدأ تتحول الفلوس دي لفلوس البروفايدر بتاعك الدكتور يا جماعة احنا هنتكلم عليه وهنقول عليه بروفايدر او دكتور تمام لان هو بيقدم خدمة بروفايدر وبعد كده هنتكلم واحدة واحدة عن كل خطوة في الوركفلو بتاع البيلر طيب أول حاجة معرفش انتم شايفين الماوس اللي بتحرك احنا بنتكلم هنا على أول حاجة البيشنت بيروح يشوف الدكتور البيشنت بيفزيت الدكتور تمام اللي هو انت دلوقتي haros 좋을 towards vas فبتبدأ تتكلمه وتشوف لو في حاجزчно عن طريق التليفون بتروح له ما فيش حاجز عن طريق الكلف بتعجز عن طريق تيفون ما فيش حاجز بتبدأ تروح للدكتور نفسه طيب بعد كده اول حاجة بتعملها بتروح على الفرانت اوفيس الفرانت اوفيس دول اللي هم الناس اللي هم وقفين بيقابلوك اول ما تخش على طول بيبدأ يتكلموا معاك في يسألوك دلوقتي طيب حضرتك جيت قبل كده او لا فدي جيت the patient and insurance info and collect the coupé اللي هي تاني box دوت تمام خليني بس اي انا عايز عشان تبقوا شايفين ده صيد فزي ما انت شايفين هنا النقطة الحمراء دايت اوه اشرح طيب فالpatient بيروح الفرانت اوفيس بيبدأ الفرانت اوفيس يسألوه طب حرجت لنا قبل كده طب لو حرجت لنا قبل كده اسم حضرتك عشان يجيب الفايل بتاع حضرتك سواء على الكمبيوتر او اذا كان عندهم لسه شغالين manual بالورق فيفتح الشارت بتاعك بيسموه الشارت الفايل بتاعك ده بيسموه شارت بيبدأ يفتح الداتا بتاعتك يا اكد استاذ محمد ايوة تليفون عارق كذا كذا اه مضبوط طب تمام حضرتك هتكشفها بكاش ولا عندك شركة تأمين تدفع لك الفلوس فبتبدأ تقوله لو انه انا مؤمن علي من شركة تأمين او من الانشورنس الفلانية الانشورنس طب الانشورنس دي اه والله متعاقدة معنا او لأ احنا بنشتغلش مع الانشورنس دي وده بيحصل ليه هو على فكرة ده بيحصل في مصر وبيحصل في امريكا برضو يعني انا فيه بعض الدكاتة انا كنتشتغل معهم في امريكا يقولك لا انا مش اخد اي مريض هيجيلي من الشركة التأمين دي ليه لانه هو مع التجارب بتاعته اكتشف ان شركة التأمين دي يا اما ما بتدفعلوش الفلوس بتاعت المرضى بتوقع اللي بيجولو لسبب ما او لعلة ما او لان بيدفعولو فلوس بس يدفعولو فلوس قليلة جدا تمام ده هيبان اكتر في انواع شركات التأمين هشرح لكم الفرق ما بينهم وليه ممكن شركة تدفع لدكتور وما تدفعش لتاني وليه شركة ممكن تدفع فلوس قليلة لده وتدفع فلوس كتير لده تمام فبيبدأ الفرانت اوفيس اللي هي بيبقى غالبا النيرس او الافيس مانيجر بيبدأ ياخد منك الانشورنس كارد بتاعك ده الكارت بتاعك ويبدأ يصوره ويحتفظ بنسخة عنده من الانشورنس لو انت ملكش ملفة عندهم بيبدأ يدي لك حاجة اسمها Patient Registration Form تمام الpatient registration form ده بتفيلن الداتا اللي فيه اللي هي بيبقى الفرست واللاست نيم يعني مثلا انا اسمي احمد سامي فالفرست هيبقى احمد اللاست نيم هيبقى سامي بيكتب الdate of birth بتاع حضرتك اللي هو سنك عيد ميلادك ويأخد منك الادرس بتاعك وبيأخد منك الفون نمبر بيأخد بيسألك ال جندر لو ما كانش ال جندر واضح اذا كنت male أو female الموضوع هناك عندهم يعني مش زي عندنا هنا هناك انت ممكن فعلا انت بواف حرار انت male ولا female يعني انت ايه من لتك فالجندر بيعرف ال جندر لانك لو بعدت الكليم بان الpatient male وهو في الاخر female مش هتتدفع يعني اللي الدرجاتي فهما بيحتمل بالتفاصيل اول الدرجاتي فانت محتاج بتفهم منه هو male ولا female الادرس الفون نمبر الwork phone number او السيل فون بتاعه ال first and last name وكمان في بعض الفورمز بتخليه يمضي عليها الفورمز دي اللي هي بتقوله ان الpatient بيبقى زي consent form consent form بيقول فيه ان انا ملزم باي فلوس شركة التأمين بتاعتي مش هتدفعها وان انا فاهم ان الدكتور بيبعت الكليم لشركة التأمين out of courtesy courtesy يعني يعني ك ما عرفش بالعربي مع انها الحرف ايه بس courtesy اللي هو ك جدعانة منه انما هو ممفروض ان اتفعله الفلوس بتاعته ف ليه البرضة في امريكا بيمضوا على الفورم ده اللي هو consent form احيانا بيسموه ال abn form الفورم ده علشان بعض الدكاترة بعدا ما يكون مشي مشوار طويل مع شركة التأمين عشان تديره الفلوس في الاخر ما تدفعش وبالتالي بيلاقى نفسه في الهوى والpatient ما دفعلوش ولا شركة التأمين دفعت له فعشان يمسك الpatient من ايديه بيروح ميخليه يمضي على الفورم ده يقول ان اي خدمات هاخدها عند الدكتور دي انا فاهم كويس ان الدكتور بيبعت لشركة التأمين as a courtesy وان لو ما دفعتش شركة التأمين انا اللي ملزم ان انا ادفع الفلوس دي تمام كنوع من الضامنات بس الدكتور انه هياخد فلوسه الحاجة فهم كده بياخدوا من الpatient الpatient registration form اللي بيقى فيه حاجة اسمها patient demographics هناخد بالتفصيل جوة patient demographics ايه هي اللي هي data basic info بتاعت الpatient والinsurance card خدوا الشركة التأمين خدوا رقمه التأميني وخدوا copy من insurance card افتكروا دي كويس ان دي مهمة copy بتاع insurance card ده انت هتحتاجه بعد كده كmedical bidder فخدوا copy من insurance card خدوا الregistration form اللي فيه data بتاعت الpatient واخر حاجة اللي كنت قلتلكو عليها ان لو patient عليه فلوس لازم يدفعها او الكارت بتاعت التأمين بتاعته مكتوب لازم يدفع 50$ مثلا من 250$ فهيدفع 50$ للfront office ودي اللي احنا بنسميها coup A زي ما انتو شايفين كده الكوب A دي اللي هي الفلوس اللي patient محتاج يدفعها in advance في الاول محتاج patient يدفعها في الاول علشان دي فلوس من حق الدكتور شركة التأمين بتقول للpatient بتاعها انت لازم تدفعها للدكتور كده كده هتدفعها فبيبدأ patient يدفعها اول ما بيروح للfront office فكده الفرنت office خد منه patient info خد insurance info وخد الكوب اللي احنا بنسميها collect الكوب يعني جمع فلوس الكوب تمام تبدأ حضرتك بعد كده بتستنى معادك تخش بتفضل قعد في الويتنج تستنى الدكتور لما بيجي معادك بتخش then you can see ده provider وزي ما قلتلكو كلمة see provider اللي هي البوكس ده الدوت اللي هو هنا احنا نقلنا الدوت ال see provider المقصود بها هنا الدكتور يا جماعة تمام see provider and document encounter يعني ايه انت دلوقتي زي ما احنا قلنا انت بتخش تشوف الدكتور الدكتور اما انت بتخش له هو محتاج document كل حاجة انت بتقول هلو بيبقى عنده الفورم كده للvisit بتاعت حضرتك بيكتب ان الpatient الفلاني بتأمين فلاني جالي يوم date of service او date of visit مهم اول term ده يا جماعة date of service او date of visit جالي يوم النهاردة مثلا ويكتب بقى هو جي المريد وقال لي والله انا عندي واحد اتنين تلاتة كذا symptoms وdiagnosis ويبدأ يقول الدكتور والله انا عندي كحة عندي برد عندي 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 تمام فبيبدأ الدكتور يحط الdiagnosis دي ويكتب treatment plan بتاعته او يطلب منك اشعة وتحاليل او يكتب لك على injection وvaccine سواء كنت هتاخد الاشعة والتحاليل دي او الvaccine او الvaccine عنده في office او lab test هتعمله عنده في office اذا كان مجهز او هتروح للاب خارجي او مركز اشعة بره تعمل في الحاجات دي تمام فهو بيكتب لك treatment plan من وجهة نظره وبيبقى ده medical report اللي هو كتبه عن visit دي ب document be encounter ده تمام الفورم ده مهم جدا 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 لان هو ده اللي بياخده الكودر بياخده من الدكتور وبيبدأ هو يحول كل miracle diagnosis اللي اتقالت بال miracle services اللي اداها للمريد يعني مثلا هو لقى المريد عنده برد تمام فالمريد اللي عنده برد ده شاف ان هو حالته صعبة جدا ومحتاج يديله حقن برد لان هو مش هيستحمل اكتر من كده وهو عنده الحقن عنده الدكتور عنده الحقن في ال office او في المستشفى بتاعته هو مش لازم الدكتور اللي يديه بنفسه هو عنده nursing team شغال معاه بoffice manager هم اللي بيده ده هم اللي بيده service دي فبيجيب الحقن وبيدي بيجيب drug ويبدأ يديله الانجيكشن او الفكسين ده تمام فال documentation في الmedical report دي مهم جدا 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 لان الmedical report ده بعد كده بيستخدم مع شركات التأمين لو احتاجنا حاجة اسمها medical necessity medical necessity اللي هي الحاجة الطبية يعني انا اديت للمريد انجيكشن كذا اديت لحقنا كذا وديت له فكسين كذا او عملت له تحليل كذا او كتبت له treatment plan كذا او كتبت له ادوية وعلاج كذا وكذا وكذا عشان medical report ده مكتوب فيه 1 2 3 4 5 لان لقيت عنده اعراض او symptoms معينة اللي هي كذا وكذا وكذا فالreport ده ممكن بنستعمله بعد كده في حاجة اسمها medical necessity تمام طيب بنيجي بعد كده انه بيقولك بقى بيجي شغل الكودر 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 بياخد medical report اللي كان كتب من الدكتور فوق دوت وبيحول الكود بس قبل ما اتكلم في الحتة دي في حتة كده كنت اشتغلت فيها فترة من السنين يعني حاجة اسمها medical transcription لو حد فيكو يسمع عنها يعني medical transcription دي ببساطة يا جماعة في امريكا الدكترة يعني عندهم ضغط قوي ودلوقتي احنا عندنا حتى الضغط ده موجود لبعض الدكترة تمام بس هو هناك علشان يكشف على اكبر قدر ممكن من المرضى وفي اقل وقت او في نفس الوقت بيعملوا حاجة اسمها dictation dictation ايه dictation دي الدكتور انت ما بتخشله بتتكلم معاه بيبقى جنبه زي recorder كده بيريكورد الاوديو تمام انت دخلت قلت له انا عندي 1-2-3-4 فبيبدأ يديك treatment plan 1-2-3-4 بتسلم عليه بيمشي وتخرج برا الاوضة ما بين خروج حضرتك وتقول المريض اللي بعده مثلا فيه دقيقة او دقيقتين تمام بيبدأ يستعمل ال recorder اللي جنبه ده ويدوس على الزرار ويريكورد ويبدأ الدكتور بيتكلم بيقول والله انا جالي المريض الفلاني اسمه كذا 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 بيبقى عنده تمبلت هو بيقول لك عندي مريض الفلاني تاريخ ميلاد وكذا جالي النهاردة بتاريخ كذا المريض كان جالي بيشتكي ليه من كحة من برد من مش عارف ايه ويبدأ يتكلم في الدائجنوس وبالكشف الظاهري عليه لقيت 1-2-3-4-5-6 وكتبت له treatment plan اتفقنا على 1-2-3-4 وكتبت له medications 1-2-3-4 تمام الاوديو ده بيتسجل وبيتاخد الدكتاشن او الريكوردر اللي جنبه ده عشان يخليه شوف اكبر قدر ممكن من المرضى وياخد الاوديو فايل ده بعد كده في اخر اليوم بيبعثه لحد اسمه medical transcriptionist بياخد الاوديو فايل ده يسمعه ويحوله medical report مكتوب medical report ده بعد كده بيطلع report طبي مكتوب في كل حاجة حصلت في الفيزيت اللي الدكتور قالها في الدقيقة او الدقتين دول وتروح انت واخد الكلام ده وبتبعثه للكودر عشان الكودر يبدأ يحولها لكود اكواد والاكواد عندنا بتنقسم مين للجزئين تمام هنيجي بقى للحتة بتاعت انك تassign diagnosis او treatment الاكواد بتنقسم لنصين النص الاولاني اللي هي diagnosis بتاعت التشخيص اللي هو نبرد وكحة واسهال ومش عارف ايه الحاجات دي كلها كل حاجة من دول يعني مثلا الكحة لها كود اسمه R05 انت مع الوقت انت بتحفظ الاكواد دي رغم ان انا مش كودر انا بيلر بس خلاص من كودر ما شفتها خلاص انا عرفت الكحة R05 اللي مش عارف ايه R08 فالاكواد دي بيبدأ يحطها الكودر ياخد الـ medical report ده يحول الاكواد دي يحولها valid ICD-10 codes الـ diagnosis codes اسمهم ICD-10 codes هنتكلم باستفادة عنهم وعن انواعهم الـ ICD-10 codes تمام دي من الاخر كده جماعة كانت زمان لغاية اكتوبر 2015 تمام كانوا شغالين بحاجة اسمها ICD-9 مش تنبه ICD-9 كان مثلا مثلا واحد يجي يقول للدكتور والله ودني واجعاني تمام فده diagnosis عنده ألم في الأزن تمام فليه كود معين جم بعد كده لقوا ان ما ينفعش احط ودني واجعاني والسلام ده هل الأزن الوسطى ولا الخارجية ولا اليد اليمين ولا اليد الشمال ولا رجل اليمين ولا رجل الشمال ولا ان يصبع رجل ولا ان يصبع ايد اللي مكسور فاهمين فلاقوا ان ICD-9 ده مش كافي مفهوش is not specific enough مفهوش تفاصيل كافية تخلي شركة التأمين توافق انها تدفع او ما توافقش تمام فبالتالي جوم قالك لا احنا محتاجين نعمل نظام اكواد تاني مختلف للدياغنوسيس يكون فيه تفاصيل اكتر بكتير وبالتالي عملوا ICD-10 الICD-10 هتلاقي فيه عدد اكواد اكبر بكتير من الICD-9 لانه هو بقى يحط ايه فيه كود رئيسي مثلا واجع في الوئدان وتحتيه فيه برانش او فيه فروع بيتفرع واجع في الاظن الوسطى واجع في الاظن الخارجية واجع في طبلة الاظن واجع في مش عارف ايه الصباعة انسباعة تي 1 ولا تي 2 ولا تي 3 تمام الرجل الرت اللي هي الريت ولا الليفت الالت فبالتالي من هنا بقى فيه حاجة ان هم يعملوا حاجة اسمها نظام تكويت جديد للدياجنوس اسمه الICD-10 طبعا الكلام ده بيتكلم عليه باستفادة دكتور وليد لانه دي شغلة كودر اكتر انه هو يبقى عارف الICD-10 كلها والCPT كلها بيبقى حافظها انت كبيلر انت بتجيلك الحاجة دي جهسة يعني سواء الدكتور بيبعتها لك او الكودر بيبعتها لك فهي بيجيلك جهسة وبايدا وي فيه بعض الدكاترة الشاطرين بيعملوا تيمبلت بتبقى تيمبلت كده بتاعته خاصة به هو تمام التيمبلت دي بيحط فيها الDiagnosis كودز بتاعته الCommon اللي غالبية المرضى بيجوله بسببها يعني مثلا لو دكتور انفو اذن وحنجرة هو محدش هيجيله مثلا بيشتكي من حاجة جلدية او بيشتكي حاجة من ظهره فهو عنده Diagnosis كودز معينة غالبية المرضى بتوعه بيجوله بسببها فبيرحطتهم في اكسلايا كده الاكواد دي اللي هو ICD-10 كود بالdescription بتاعه ويبدأ يعلم المريض جاي بيشتكي من كذا واحد واثنين وثلاثة واربعة يبقى مثلا المريض اشتكى من وانف واظن وحنجرة اشتكى في واحد ادنين تارات اربعة فبيعلم عليهم بدلا ما يقعد يكتبهم بأيديه ويسهل وظيفة الكودر اكتر تمام بيجي بعد كده لو في مثلا كود خرج عن الحاجات اللي هو حططها common بيرح كاتبه لك تحت ويبقى ساب لنفس مكان تحت كده بيكتب لك في Diagnosis والكودر بيبدأ يكود الكود ده تاني نوع من انواع الكودز اللي احنا بنستعملها وهي Treatment أو Services أو Procedures Treatment Services أو Procedures الكودز اللي هي CPT كودز CPT stands for Current Procedures Terminology Current Procedures Terminology تمام من الآخر اي سيرفز بتاخدها عند الدكتور وانت في الأوفيس بيدفع ليها كود Equivalent أو بيسويها بمعنى زي ما قلتلكم أول حاجة بتتحسب عليها الوقت اللي عدت عليه عند الدكتور تمام يعني انت مثلا دخلت عدت مع الدكتور عشر دقايق ليها كود اسمه 99212 CPT كود اسمه 99212 عدت ربع ساعة أو نص ساعة اسمه 99213 تمام عدت ساعة فكل وقت عدت مع الدكتور بفلوس بناءا على الوقت اللي انت عدت مع الدكتور وكله بيبقى documented في American report اللي مكتوب فوق ده تمام بناءا عليه الكودر بيبدأ يحط CPT كود المخصص للوقت اللي حرارك عدت مع الدكتور ده أول حاجة فانت بتتحسب عن الوقت اللي عدت مع الدكتور تاني حاجة السيرفيس التانية يعني مثلا الدكتور قال لك هتاخد انجكشن انت محتاج تاخد ضروري حقنة فولترين دلوقتي تمام فهو عنده في العيادة عنده النيرس بتديك حقنة الفولترين فبيدي لك حقنة الفولترين دي بيبقى فيه أكوات للحقن دي كل دراج أو كل نوع حقنة ليه هكو تغص بيها يعني فيه احيانا انجكشن بي 12 تمام أو توسستيرون أو انجكشن على حسب الدكتور شايف انت محتاج ايه أو فاكسين زي الفاكسين بتاع كوفيد ايه كم نوع الفاكسين اللي بيدهولك كل وانجكشن وكل فاكسين لي اكويفلنت CPT كوت بيتحط في الكليم ف تمام فالنوعين اللي عندي زي مقلنا في الأكواد l-ICD-10 اللي هي بترفلكت ال-diagnosis اللي كانت عنده المريد اللي هي سبب الزيارة بتاع المريد اللي هي كحة برد مش عارف ايه تاني حاجة ال-CPT كود أو treatment كود دي بترفلكت services أو procedures procedures stands for مثلا انك لو دخلت مستشفى فعملت عملية جوه أو جراحة أو اندوسكوبي أو اي انكان اللي هتعمله جوه فده بيسمو procedure ما بيسموه service in this case بقى انت فهمين فالحال دي بيسموها procedure عملية جامل عملية وكنا تمام فعلى حسب service أو procedures اللي انت خدتها عند الدكتور أو المستشفى بيبدأ يحط ال-CPT codes ال-equivalent لها المواقص تمام طيب لغاية هنا احنا وصلنا ان ال-patient راح للعيادة دخل وخده منه ال-patient info وال-insurance info بتاعته ودفع الكوب هي اللي عليه اللي هي 50$ مثلا أو 50 جنيه زي ما احنا قلنا ودخلت شفت ال-provider بتاعك وال-doctor documented the encounter المقصود بها الحدث يعني الترجمة الحرفية لكلمة encounter هي الحدث أو الحدث تمام الحدث المقصود بها انه هو كتب medical report أو عمل dictation عمل record ويكقال فيه كل اللي حصل في الفيزيت ان ال-patient جاي بيشتكي من 1-2-3-4 واتفقت معه على كذا وانا كشفت عليه لقيت 1-2-3-4 symptoms كذا فانا برجح انه هو عنده كذا وعملت له treatment plan كذا أو طلبت منه اشعة وتحليل كذا وكذا 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 وكتبت له ادوية كذا كذا ده encounter فهو بيكتب medical report اللي بعد كده diagnosis codes اللي هي ICD-10 وبيassign treatment codes اللي هي CPTs تمام طيب بيبدأ بعد كده انا بقى كابيلر بيبدأ شغلي من هنا خلاص انا ال-office بحتاج منه انه يديني patient registration form والinsurance info اللي هما اللي جمعهم من ال-patient هنا ويقول لي خد فلوس قد ايه من ال-patient لو كان ال-patient لازم يدفع فلوس فباخد الثلاثة دول ال-patient info او اللي هي ال-demographics زي ما قلناها قبل كده اسمها ال-patient info هي ال-demographics اللي اتنين نفس ال-term نفس الاسم وباخد ال-insurance info هما كده كده صوروا ال-insurance card بتاعه front and back يعني ايه ال-وش والظهر بتاع ال-insurance card لان كل داتا مكتوبة على ال-insurance card بتفرق معاك انت ك-medical biller لان احيانا بيكتبوا ارقام التليفون بتاع شركة التأمين ورا او بيكتبوا وصير التواصل مع شركة التأمين على ظهر الكارت فانت محتاج وش الكارت وظهر الكارت وش الكارت بيبقى عليه الرقم التأميني للمريد باسمه بال-data بتاعته وعلى ظهر الكارت بيقوم مكتوب ال-details بتاعت التواصل معاهم وازاي تبعت لهم الكليم تمام انا بياخد ال-patient info بياخد ال-insurance info بياخد الفلوس اللي هو دفعها دفع قد ايه مش بياخد الفلوس نفسها لان الفلوس بتخدش في جيب الدكتور قد ايه بيكتبوا لي هو دفع قد ايه تمام وبياخد منهم ال-ICD-10 وال-CPTs بتاعت الفيزت كل ده بيجيلي في شكل form كده template بتاعت الدكتور اسمها سوبر بيل يعني بيجيلي حاجة اسمها سوبر بيل سوبر بيل بيبقى فيها ال-ICD-10 وال-CPTs مع registration form مع insurance card انا كده مش محتاج اكتر من كده من الدكتور باخد منه patient registration form insurance card copy من insurance card وباخد منه السوبر بيل اللي هي بين قصين اللي فيها ال-ICD-10 codes اللي بتاعت ال-Diagnosis وال-CPT codes بتاعت ال-Treatment أو-Procedures أو-Services اللي ال-Patient خده عند الدكتور تمام نيجي بعد كده للنقطة اللي بعد كده بيجي بقى دوريانا كابيلر بيبدأ من هنا من الحتة دي كده من أول الحتة دي قبل كده ده كان كله front office وكودر ودكتور كل الحتة دي كده لغاية هنا كده ده كودر ودكتور بابدأ انا اشتغل من أول هنا ايه كابيلر طيب انا بعمل ايه باخد بقى من الدكتور ال-Patient Demographics دي بروح على software اللي انا بتعامل معاه لان احنا في الاخر احنا مش هنبعت claim لل-insurance بالحمام الزاجل تمام يعني انا مش هبعتها او اتفقنا ان في حاجة اسمها hyper regulations hyper regulations دي بتعمل ايه جماعة هي بتحافظ على ال-data بتاعة ال-patients ك-security و-privacy انها تطلع او يحصل لها breach او يحصل لها leaking او انها تطلع او يحصل لها hacking او حد يوصلها ففي channels معينة في طرق معينة بنتواصل بيها مع شركات التأمين احنا كابيلرز علشان نضمن ان ال-data دي ما تروحش في اي حتة تانية تمام وبالتالي من الطرق دي ان احنا فيه softwares معينة بنعمل data entry عليها انا مش هبعت في ايميل ال-claim لل-insurance مش هجي كده رح همفتح ايميل ورح كاتب مثلا high x insurance currently find attached the claim form for the patient كذا كذا مش هيحصل ما بنعملش كده تمام اللي بيحصل ان احنا بنبعدها من على السوفتوير اللي مربوط بشركات التامين تمام طيب فانا محتاج بقى الجزء الاولاني في شغلي بيبقى اسمه data entry data entry باخد patient info او patient demographics اللي احنا زي ما قلنا اللي هي بيبنى وجودة في registration form اللي هو اسم ال-patient date of birth بالادرس بتاعه بالphone number بالحاجات دي كلها وابدأ ارفلكتها على السوفتوير اللي انا بتعامل معه فيه different kinds of softwares that we're using يعني انا اشتغلت تقريبا على 15 softwares تقريبا على مدى الكم سنة اللي اشتغلت فيه ممكن اكتر بس انا انا متأكد ما يقلوش عن 15 يعني software من اشهر السوفتوير كلها اللي موجودة في اس بس واشتغلت على كل واحد فيهم فترة طويلة فالحمد الله عني خبرة فيهم كل سوفتوير بياخد وقته عشان تتعلمه تمام بس medical billing knowledge نفسها واحدة يعني انا ممكن اشتغل على different kinds of softwares اشكال مختلفة من السوفتوير بس في الاخر انا عندي medical billing knowledge عندي الknowledge نفسها اللي بعمله مع ده هو هو اللي بعمله مع ده بس بشوف على السوفتوير ده ازاي يعمل فبنبدأ نعمل data entry على السوفتوير ببدأ افتح الpatient لو الpatient ده موجود على السوفتوير خير وبركة بفتح الpatient واتأكد ان ال data اللي هو الديهاني في الفيزت موجودة عنده صح لو ال data دي فيها اختلاف بعمل لها update لو الpatient طب مش موجود عندي على السوفتوير يبقى ده new patient ده لسه جايلي جديد وغالبا غالبا بيبقى مكتوب لي في registration form بتاع الpatient مكتوبة كده بالبنت العريض فوق he is a new patient هو patient جديد مش هتلاقي له profile على السوفتوير بتاعنا تمام لان السوفتوير ده بيستعمل كحاجة اسمها EHR electronic health records بيسايف الالكترونيك health records بتاعة الpatients كلها على السوفتوير ده patient جي يوم في شهر مثلا let's say march give april give may give june في july give august give september فكل الpatient visits والmedical history بتاعه بيبقى موجود على السوفتوير ده عشان كده هتلاقيهم بيينفستوا كتير جدا 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 في السوفتوير دي وبيتفعوا فيها فلوس كتير جدا علشان يقدروا يحموا بيها ال data بتاعة الpatients ويقدروا يرجعوا لها احنا ان شاء الله بإذن الله هنخليكم تشتغلوا على واحد من السوفتويرز دي تشتغلوا بأيديكو وتشوفوا بأيديكو ازاي واحد من السوفتويرز الي user friendly جدا حلو جدا وسهل مش ريخم في التعامل وهيبقى معاك وقت ما تحب تقعد تشتغل عليه تخش تشتغل عليه وتقعد تجرب هو demo فأنت هتخش تجرب براحتك وتلعب فيه وتشوفه وتعرف كل حاجة انت عايزة عنه وانا أعلمكم عليه ان شاء الله السوفتوير ده تمام فببدأ انا اعمل data entry بتاعت patient demographics بعد كده بحط insurance info تمام insurance info مهم جدا 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 في الحتة بتاعت insurance دي ان انا تشك كذا حاجة اولا اتأكد من شركة التأمين ان المريض ده عنده تغطية او covered في date of visit او date of service اللي شاف فيه الدكتور تمام date of service او date of visit المقصود بي اليوم اللي الpatient راح شاف فيه الدكتور تمام فانا مهم جدا ان انا اعرف اليوم ده بمكتوب لي على السوبر بيل الفورم اللي فيه الICT10 والCPT بمكتوب فوق كده ان الpatient الDOS او DOV اللي هو date of service او date of visit بتاعه let's say مثلا احنا النهاردة ايه مثلا سبتمبر 5 2022 سبتمبر 5 2022 و by the way ال American language بيقوله month وبعد كده بيقوله day وبعد كده بيقوله year يعني احنا في سبتمبر فبنقول سبتمبر 5 2022 مش هنقول 5 of September 2022 لعما تجي تكتبها بتكتب 09 slash 0 5 slash 2022 تمام او بيكتبوا دايما month الاول الامريكان واختراعاتهم يعني دي هو العالم كلها ماشية day month year الامريكان بيقولك لا بنختلف عن احنا الاختراعنا الزرة هم بيحطوا month الاول وبعد كده day في الوسط وبعد كده year في الاخر تمام فانا بحتاج date of visit أو date of service ده علشان اتشك مع insurance اذا كان الpatient covered وعنده benefits في اليوم ده ولا لا للسيرفز اللي جي خده عند الدكتور وهنا هيجي حتة مهمة جدا جدا اللي هي بنسميها نحنا نتشك eligibility يعني ايه تشك eligibility يعني اشوف الpatient ده active وcovered في date of service ده مع insurance ولا لا بمعنى المريض ممكن يديني كارت التأمين بتاعه بس كارت التأمين ده مش بيغطيه خالص الشهر ده ممكن يكون انتهى الشهر اللي فات انتهى السنة اللي فات ومش مكتوب على الكارت نفسه termination date او end date فانا ما عرفتش فالحالة دي انا البست هتيجي تقول لشركة التأمين هاتي الفلوس بتاعة الpatient في اليوم ده يقولك لو الله الpatient ده ما كانش معانا في اليوم ده انتهى السنة اللي فات او انتهى من شهرين ورا فمهم جدا ان احنا نتشك مع الانشورنس حاجة اسمها نفرify الالجيباليتي بتاعة الpatient مع شركة التأمين ان الpatient is eligible او الpatient is covered او الpatient is active the date of service اللي راح شف فيه الدكتور مش كده وبس انا بتشك كمان مع شركة التأمين اذا كان الpatient عنده benefits للسervices او الprocedures اللي خدها يعني ايه يعني في الشركات التأمين بتكوفر medical services كلها الدكتور medical services يعني تروح لدكتور بطن عادي دكتور عظام وشوفات بمعنى صح الكشف العادي معنى مش مشكلة بس انك تروح تعمل جلسات عليك طبيعي او انك تعمل dental services خدمات اسنان لا ممكن يقولك لا فيه limitations عليها ودي ما ينفعش احنا مش هنعملها تمام فبالتالي انت في الحالة دي بتعرف ان الpatient لو انت دكتور dental يبقى ما ينفعش تدي للpatient ده اي services لانك في الاخر شركة التأمين مش هتدفعلك اي حاجة ومن هنا دي بنسميها benefits الbenefits بتاعت الpatient ايه هي المزايا بتاعت الpatient عند شركة التأمين دي ايه هل لي dental services خلاص هتديله dental services مالوش dental services يبقى انا راجل عبيط لو انا كدكتور قلت له تخش يا ابني وعمل لك حشو وعمل لك وعمل لك وانا عارف ان في الاخر شركة التأمين مش هتكفر في الحالة دي قدامك option من اتنين يتقول له لو والله مش هينفع لان شركة التأمين بتاعتك مش هتدفع او بتتفق معاه بقى كمريد ان احنا تبقى cash visit cash visit بمعنى انك هتدفع فلوسك cash وفي الحالة دي غالبا الدكتور لو هو مثلا الخدمة دي او service بـ 52 دولار بيتفق مع الpatient مثلا هدالك بـ 150 بدلا 250 او اين كان الاتفاق اللي ما بينهم الدكتور برضو بيقيس المرضى بتوعه بيبقى عارف ده راجل مليونير ده راجل التعبان على قد حاله وفيه عايز اقولك فيه ده كثرة في امريكا والله برضو بيفتح باب services for free للمرضى اللي هما low income او مش لقين يقرب بيبقى بيعملها من باب اللي هو التقرب لربنا فيه موجودة برضو هناك في امريكا الناس بيعملوا كده شفت ده كثرة بيعملوا كده يقول لك ما فيش مشكلة ما تبعتش طالما مشاركة التأميم بتاعته مش هتدفع خلاص ما تبعتلوش هو كpatient اي حاجة خلاص wave it wave it out او write it off write it off المقصود بيها خلاص بات ما تطلبش من الpatient فلوس خلاص امسحة كأني عملتها اللون للوضع فاهمين قصدي طيب نرجع تاني للنقطة اللي كنت بنتكلم فيها ان انا بحتاج حط الpatient information على الsoftware ثاني حاجة اتشكل insurance eligibility of a patient that can active وكان عنده benefits للسيرفيس دي لما جيش في الدكتور بعد كده بنبدأ نحط diagnosis والtreatment codes اللي احنا جبناهم هنا اللي هما ICD-10 والCPT codes تمام نحط ده كله في الpractice management software او اللي هو السوفتوير اللي كنت بقول لكم عليه بيسمو practice management software او PMS ده السوفتوير اللي بتبع عليه الالكترونيك health records بتاعت الpatient بالmedical history بتاعه كله تمام وانس ان انا بحط الحاجة هنا على السوفتوير وبتأكد وفاليديد كل حاجة انا كبيلر مهمتي ان انا اتأكد ان الانفو للإنشورنس عايزاها كلها موجودة اللي هي first and last name date of birth بتاع الادرس phone number والجندر دول اهم حاجات اللي لازم تقوم موجودة هو اتأكد ان الpatient is active وcovered في date of service وتأكد ان الdiagnosis والtreatment codes او الICD-10 والCPT codes دول اللي بعتهم للكودر او الدكتر valid وشغالين مهمش مثلا ICD-9 codes فهمين قصدي ان احنا قلنا الICD-9 is not specific enough الICD-10 جاد بعدها عشان تبقى more specific وتبقى valid فاحيانا بعض الدكتر بينسوا او الكودر ممكن يستعمل ICD-9 فيبعت لك invalid code وانت لو بعت ويبقى انت ضيعت وقتك مع شركة التأمين ومش هتدفع لك فانت مهمتك برضو كبير انك تتأكد ان الdiagnosis وال procedure codes مزبوطين وكلهم valid ومفهمش اي مشاكل تمام تمام الهتة اللي احنا بنتكلم فيها دي دي كده اللي هي بنسميها احنا claim scrubbing claim scrubbing زي ما قالتلكو في الاول فما كنت بتكلم على content بتاعت الكورس في جوز اسمه claim scrubbing and submission scrubbing مش مقصود بيدعك مش هندعك الموعين مقصود بيدعك تسكرب الكlaim وتميك شور ان الData اللي فيها كلها is valid ومصبوطة ما فيهاش اي مشاكل الحتة بتاعت الكlaim scrubbing دي مهمة جدا 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 لان انا لو بعدت الكlaim للإنشورنس من غير ما تشك patient eligibility وتأكد انه هو active مع الإنشورنس الكlaim هتروح للإنشورنس باشا و هيرفضها في الاخر وابقى ضيعت من وقت على اقل شهر تيجي تقول لشركة التأميم بعد كرة وتقول لهم يقول لك لا على patient ده مش معنا ترجع للpatient يقول لك يا انت جاي تكلمني بعد شهر تبقى ضيعت فلوس على الدكتور وليلة مش حلوة خالص فعشان كده قلت لكم الشغلانة دي بتهتم بالتفاصيل أو بتحب أو التفاصيل بتحب اللي بيهتم بالتفاصيل أو تمام طيب أنا خلاص عملت شغلي كبيلر تكت من patient info مضبوطة insurance info patient is active أو eligible وحطيت الكودز بتاعت ICD10 والCPTs حطتها اللي ناقص ان أنا بعت الكلم بعد كده للإنشورنس هل أنا بعت الكلم للإنشورنس على طول لأ مش هو ده اللي بيحصل طيب ايه اللي بيحصل قدامي طريقتين ان أنا بعت الكلم للإنشورنس بيهم يا إما ببعتها من على software نفسه electronically بتروح electronically زيها زي الإيميل كده بس بيبقى لها channel معينة لأنه قلنا لازم بيبقى channel دي secured عشان ما حدش ياخد الداتا دي هي تقريبا زي فكرة الإيميل كده بس بيبقى عن طريق software أو بطبع الكليم تمام بطبع الكليم ده ويأبعث بالبريد تمام مؤخرا غالبية شركات التأمين بقت ترفض الطريقة التانية دي بتاعت ال paper claim بنسميها paper claim تمام بقت ترفضها خالص يقول لك لا احنا بيتعملش مع ال paper claim ابعتها electronically فالكترونيكلي ده بيبقى عن طريق software والsoftware مش بيبعتها مباشرة لشركة التأمين لا بيبقى في intermediate أو في ما بين شركة الsoftware دوت وشركة التأمين حاجة اسمها third party third party تمام third party term نفسه ده معناه ايه اللي هو وسيط ثالت غير شركة التأمين وغير الsoftware اللي أنا بستعمله كابلر الوسيط التالت ده اسمه clearing house clearing house تمام الclearing house ده وظفته ايا جماعة وظفته انه extra verification step لكل شغل انا والكودر والدكتر يعني هو بيفيريفي كل حاجة قبل ما تروح لشركة التأمين بيفيريفي الpatient info كلها موجودة وvalid بيفيريفي ان الادرس بتاع الpatient is valid انا ممكن اكتب address بس ما يبقاش الادرس valid والادرس بتاعهم لي template كده يعني الادرس بتاعهم مش زي انا كده شعر محمد علي قاهرة لا يعني لي template معايا كده بتكتب فهو بيفيريفي الادرس بتاع الpatient بيفيريفي الpatient name and date of birth بيفيريفي insurance eligibility وبي بيفيريفي ان الكود that you're using is correct سوان ICD-10 أو CPT فالclearing house ده زي ما بنقول كده extra verification step لشغلك انت بيراجع وراك عشان يوفر عليك مشاكل تحصل عند شركة التأمين تمام فاللي بيحصل ان احنا بنبعت الكليم electronically تمام قدامنا حاجتين ياما ندبعها زي ما قلتلكم print and mail 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 المقصود بيها البريد تمام print and mail CMS form to the payer ده لو انت مش هينفع تبعثه electronically لو انت هتبعثه للpayer بس paper claim بس خلاص ده ما بقاش موجود وما بقاش يستعمل غير قليل اوي 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 الا لو شركة التأمين هي اللي طلبت منك كده العادي دلوقتي واللي غالبات الناس بتعمله ان الكليم تبعث الكليم لل clearing house يبدأ يعمل scrubbing هو كمان على الكليم ويتأكد انها مصبوطة ويتأكد ان انت بعتها لل insurance الصح تمام يعني انا ممكن هناك في امريكا في شركات التأمين جوه شركات التأمين في انواع بمعنى عشان فهمها لكم انت دلوقت لو هتيجي مثلا هتديكم مثال مصري شركة زي اكسا تمام او global mid اللي موجودين في مصر دون من اتنين من الشركات الموجودة في مصر اللي بيحصل ان انت عشان يتأمن عليك بيتخصم من مرتبك بيستقطع جزء شهري تمام وعلى حسب الجزء اللي بيستقطع منك شهريا دوت بيدو لك service اللي هاخده منه 500 او 1000 تمام هاخده منه 500 او 1000 في الشهر ده هياخد خدمات اكتر طبية وضغطية طبية اكبر اللي هياخد منه 100 او 200 جنيه في الشهر ده هياخد خدمات طبية بس مش هتبقى زي اللي دفع 500 او 1000 فجوه شركة التأمين الوحدة في different lands different plans يعني انظمة مختلفة جوه شركة التأمين فانت محتاج تبعت الكليم للنظام الصح لان ما تيجي تبعت الكليم تبعتها لل plan الصح اللي جوه شركة التأمين ده مش بالضرورة ان كل الكليم هتروح لنفس شركة التأمين وهو هم هبعته لل different departments لا مش بالضروري احيانا بتبقى محتاج تبعت انت لل department او plan دي directly على طول منك لها فدور من الادوار اللي بيعمله الكليرينج هاوس انه هو بيعمل لك ده بيتأكد ان 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 بعت لل insurance الصح بيتأكد ان patient info صح بيتأكد ان patient eligibility مع insurance is active وبيتأكد ان الكودز اللي انت استعملتها مصبوطة وما حاجة invalid تمام الكليرينج هاوس انما بياخد الحاجة بيعمله scrubbing بيبقى قدامه حاجة من الاتنين يبيلاقيها مصبوطة فبيبعتها لشركة التأمين على طول يبيلاقي فيها مشكلة وبيبدأ يرجع هالك تاني على software بتاعك او بيبدأ يرجع لك حاجة اسمها rejections report rejections report اللي الحاجات الكليمز اللي معرفتش يتعدي من الكليرينج هاوس لان فيها مشكلة بيبعت لك report بيهم ويقول لك a rejection reason لكل كليم تبعت يقول لك derejected مثلا لان الادرس بتاع patient مثلا كان فيه حاجة غلط او patient name مختلف او patient is not active او استعملت code غلط ويقول لك انا code اللي غلط تمام بس هيديك الحل مش بالضرورة هيديك الحل غلوياتهم ما بيدوش الحلول لو عايز حلول بتبدأ تكلم الكليرينج هاوس بتتصل بخدمة العملة والsupport بتاعه وتسأله دلوقتي انا عايز اعرف rejection reason ده مقصود بيه لان rejection reason اللي انتو كاتبينه في rejection report مش واضح بالنسبالي فانا عايز انك تك وتبدأ تحلها وتصلحها وتبعت الكليم تاني من السوفتوير بتاعك هنا بعد ما تكون صلحت المشكلة ترح راجع بعتها تاني هي الحتة اللي هو بيقول correct and resubmit the claim again للكليرينج هاوس ده لو فيها مشكلة ترح بعت الكليم تاني للكليرينج هاوس ولكليرينج هاوس لو لقاها تمام الكليم بيت يعني الكليرينج هاوس بيرح في الحالة دي لو الكليم خلاص تمام وما فيهاش اي مشكلة بعد ما انت صلحت المشكلة اللي كانت فيها بتروح رايحة ل ال تمام كل ده بيروح electronically زي ما اتفعنا طيب الكليم ده ما حاجة من الاتنين عند ال يا هتتقبل يا هتترفض لو ترفضت حضرتك الكليم بتجيلك denied بتجيلك denied بيجيلك report من insurance ليه اسم كده اسمه EOP او ERA هتتكلم باستفادها بعد كده عليه ال report ده ما بيجيلك بتشوف المشكلة فين مكتوب في denial reason وتشتغل عليها وتصلحها وبعد كده تروح بعاتها ل المفروض المرة دي تعدي تروح لل insurance وال insurance في الحالة دي المفروض مش هايدين راي بقى تاني يدفعها لك والprovider يدفع له الفلوس من insurance provider paid by the insurance يعني insurance دفعت الفلوس للprovider تمام لو insurance دفعت الفلوس للprovider بيجيلي من insurance حاجة اسمه ERA او AOP زي ما قلتلكم اللي مكتوب هنا تحت ده اللي هو report اللي بيجيلي مكتوب في payment applied adjustments made مش عايز اخش في تفاصيل قوي كلمة adjustment مقصود بيها ان الفلوس اللي اتدفعت ايه للمريض او للدكتور عن الفيزت بتاعت المريض ده تمام هنتكلم عن EOBs والERAs وهتشوف اشكالهم كلها وهتقر فهموها لان برضو انك تفهم EOB والERA وتعرف تقرأ ده حاجة تاني ان الفلوس هتتدفع وهتتحول للدكتور واحنا دفعنا مثلا للpatient ده المتين دولار اللي كانوا بقيين تمام فبتبدأ انت تapply الكلام ده عندك على software اللي بنسميها احنا بين قصين hosting payment انت الكلام لسه عندك على software ان الانشورنس ما دفعش حاجة فان ان الانشورنس بيبدأ يبعط لك تمام فانت وانس انك بتpost payment بيقول لك احيانا بعض شركات التأمين بتسيب فلوس على الpatient يعني مثلا يقول بدل ما هتفع لك المتين دولار هتفع لك 150 وهتفع 60 او هتفع لك 50 مثلا في 50 ابعط للpatient invoice بيها او bill ابعط له فطورة بيها تمام فاللي بيحصل انك بتبلي الpatient bill patient كterm مقصود بيها انك تبعط له invoice او تبعط له فطورة تقول له ان عليك فلوس يريد تدفع للدكتور bill patient for any remaining co-insurance co-pay or deductibles هنتكلم يعني الفرق بين co-insurance والco-pay والdeductibles بس هي في الاخر كلها فلوس على الpatient محتاج يدفعها للدكتور الinsurance دفع جزء وسبب جزء الpatient المفروض يدفعه احنا عرفنا الco-pay في الاول اللي هي الفلوس اللي الpatient بيدفعها in advance وهو في front office لو تفتكروا كالله كانت هنا فوق co-pay الco-insurance والdeductibles هنتكلم عنهم باستفادة بعد كده وهشرح هم لكم ايه هما بس هما انواع برضو من الpatient responsibilities اللي هي فلوس على الpatient لازم يدفعها للدكتور فببدأ انا ابعت للpatient اقول هات الفلوس اللي عليك شركة تأمين دفعت اللي عليها هنا خلاص والpatient بيرد علي بالفلوس اللي دفعها لما بعت له invoice من هنا في الحالة دي الprovider بيكون خاد الفلوس بتاعته كاملة متا كاملة ما بيبقاش عنده اي حاجة نقصة ابقى انا كده من ساعة ما الpatient دخل visit لغاية ما حولتله الفلوس بتاعته في bank account الprovider بتاعه او الدكتور خاد الفلوس بتاعته كلها ده باختصار ال rcm billing cycle ده باختصار الworkflow بتاعنا اللي احنا هنشتعل عليه وهنشتعل على كل حاجة من دول هنتكلم باستفادة في كل حاجة من الworkflow وهنشوف كل الفورمز اللي بتستعمل وهنشوف templates وهنشتغل على software بادينا وهناخد assignments كل فترة هديكوا assignments واشوف كده عملتوا ايه فيه ولو ربنا اراد انا بفكر جدين عمل لكوا test في الاخر كده لان ان شاء الله هيبقى في certificate في آخر الكورس بإذن الله من انتو test الكورس ده من واحدة من الشركات اللي بتقدم الخدمة دي زي ما قلتلكوا RCM cycle دي ده الشكل الاعم والاشمل انت ممكن تروح تشتغل في حاجة واحدة من الحاجات دي تشتغل في claim submission أو claim scrubbing تشتغل على rejections و denials بس تشتغل على posting payment بس تشتغل على data entry بس حيث انك ما تروح تشتغل في اي حاجة تبقى عندك big picture وتبقى فاهم كل حاجة في ان شاء الله انا كده خلصت الجزء بتاع النهاردة لو حد عنده اي سؤال ياريت تبعتولي الاسئلة مع انا ربعاية كرة او عشرة دقائية ان شاء الله نترد في ها على اسئلتكم اتمنى ما كنتش سريع في الشرح ووضحت لكم RCM Billing Cycle كويس تبقوا فهمتوا Revenue Cycle Management بتاعة Medical Billing وتبقوا اطحة بالنسبة لكم فلو حد عنده اي سؤال انا معاكم اكتبوه لي حتى في الشات اشترك للمشاهدة لاب مش معقول سلوبي ثالث او كده طب في حاجة مش واضحة عايزين نعيدها حاجة محتاجة حد ما في حتة كده واقعت منه في حاجة مش مش مواضحة في الرسمة مسلا اشراح لكم يعني انا بس بترجم اللي المكود عمله بترجم تقصدي بيها يعني هو المكود طلع لي الاكواد من هنا اللي هي الحتة اللي احنا كنا بنقول عليها دي اه بالظبط كل كود بيبقى ليه سعر بيبقى حاجة اسمها ليه فيه سكاجول دي بتبقى محتوطة بالاتفاق مع الدكتور وبيبقى ليها جايد لينز كنا هنتكلم على الموضوع ده قدام شوية ان بيبقى فيه جايد لينز فيه شركة لتأمين الحكومي في امريكا بيبقى حاطط لكل كود فلوس او فيه سكاجول معينة عشان يمنع الجشع والطمع وما يبقاش فيه جشع وطمع من الدكتور يقولك الساعة بتاعتي ب500 دولار واحد تاني يقولك عادي ب250 عشان الموضوع ما يبقاش مطروخ للتأدير هم بيحطوا فيه سكاجول والناس كلها مفروض تمشي عليها يعني قدام شوية هحكي لكم القصة دي لان الفلوس مش كلها بتروح كلها بتتدفع يعني هي بتوى محتاجة شغل شوية ويبقى فيه تعاقدات النت ولي اعرف مع الانشورنس وفي او فيه حاجات كتير جدا الموضوع في البداية غريب شوية يا دكتور لكن بنتعود ان شاء الله بصي هو الموضوع عشان جديد مش هتلاقي كتير او ناس عرف وزي ما قلتلك اللي بياخد الستيب بادري بيبقى لي برايوريتي بادري فده ده موجود تخيلوا ان ده موجود بقاله في مصر تقريبا فوق العشر سنين او ممكن خمستاشر شكرا جزيلا نورتينا وفاء يعني لو فيه كود خطأ مش زنبي انا هي بص هي مش يعني في الشغل بالذات مع الامريكان بالذات يعني موضوع ما بيمشيش ده بتاعتي بنشتعل ازا تيم تمام طبعا لو في حد عمل حاجة غلط وانتي خدت بالك منها قبل ما تروح للشركة تأمين بترجعت وقيد واخدت بالك فيه كذا كذا بينك وبينه وتقولين خدت بالك دي مفروض تبقى كذا عشان انا كنت قابلتها وديك تعملتلي مشكلة قبل كده تمام فبيبدأ هو مش هنروح نقعد نزام بقى بعض يعني الشغل بتاع بصري هنا مش مش هتلاقي كتير اوي هناك ولو انهم والله موجودين كان في للأسف كان في فالأكواد مسئولية الكودر او الدكتور اذا كان الدكتور هو اللي بيكود لنفسه يعني في بعض الدكاتر شاطرين بيعرف يكوده نشوة انت كتبتي ممكن اعرف قل وما كملتيش شوفي لو في اجهزة تسالي عليها انا تحتام استاذة سماح وانا كده مش ببعت لشركة التأمين على طول صح في وسيط بيني وبين الشركة اسمه مظبوط مزبوط 100% صح الكليرنج ده بيني بين انا كمريكا بيلر او السوفتوير اللي انا بستعمله ويشركة التأمين اسمه على فكرة في السعودية في حاجة اسمها منصص مها نفيس اللي كنت وقلوك عليها واحدة من الحاجات اللي بتعملها ان هي نفيس دي بتربط شركات التأمين بمقدم الخدمة او السوفتوير ان انت بتستعمله كمقدم خدمة كدكتوري الموضوع في الامارات زي مصر ولا فيه اختلاف فيه طريقة البيلر الميديكال بيلنج انا اعدت اعمل ريسيرش في السعودية والامارات والاسترالي الميديكال بيلنج واحد يا جماعة واحد بين كلهم واحد اللي بيفرق بس تفاصيل صغيرة فيه ناس ما بتعملش مثلا لو الورك فلو بتاعنا فيه تسع او عشر خطوات بنعملهم كميديكال بيلر هو ممكن بيعمل سبعة بس يعني بيسكيب حاجة منهم غير مع شركات تأمين حكومي بس المصري لا سوري الامريكي فيه كله فيه حكومي فيه عسكري وفيه خاص فيه كل حاجة طيب ممكن اعرف اكتر عن الكورس وممكن اشترك فيه مدته قد ايه طيب هو اه طبعا ممكن تشترك فيه تنورين انا شو الكورس مدته ان شاء الله هيبقى عشر محاضرات بإذن الله كل محاضرة زي ما انتم شايفين كده بتأفريج ساعتين طلع او نازل حاجة وسيطة يعني على حسب الاسئلة لان انا بحب دايما الاسئلة تبقى موجودة علشان عارف الاسئلة دي بترايح الناس ولو في حد عنده حاجة وتفضلش وقفة عنده يعني ف لو عندك اي حاجة التيم موجود اسأليهم على الجروب وهم متعاونين جدا ويردوا على كل الاستفسارات كلها طبعا عيب اشكرك يا رؤية صح كده اه وظفته انه بيريفيول كليمز لو في كليمز هو شاف ان فيها مشكلة بيعمل لها بيخليها رجيكتد وترجعها لكتاني عشان انت تشتغل عليها مظبوط يوفاء دكتور محمد اول المحضرة راح علي ممكن باختصار مجالات مجالات عمل كودينج كودينج بيلينج كودينج والبيلينج كده كده المحاضرة ريكوردد هنزلها لكم وتخش وتشوفوها وهتلاقي لان احنا عدنا تكلمنا في جزء ده فترة طويلة عدنا تكلمنا تقريبا مقدمة لوحدة خدت نص ساعة فهتلاقي اني اتكلمت باستفادة عن المجالات العمل والمرتبات عاملة موضوع الميليك البيلينج والكودينج في الفترة الجاية بالذات مع تطبيق الانظمة الصحية في الشرق الاوسط هنا هتلاقي فيه طلب كتير جدا على الكلام ده واستشهد بان واحد من اكبر مقدمي في العالم اللي هو بتاع الAAPC يتكلم على ان ده هيحصل في نصر في عرب وقت دكتور نشو ممكن تبعاتي للصفحة ويبعثون حركة التفاصيل تمام في حد عنده اي اسئلة تاني شكر الله محمد تحت عمرك لو حد عنده اي اسئلة ابعتوها لنا او على اقل خلوها معاكم للمحاضرة الجاي وانا تحت عمرك ارد على كل اسئلتك اتمنى اكون ضيف خفيف عليكم واتمنى اكون وضحت لكم American Billing ايه هو وايه فرصه ومستقبله هنا في مصر وايه المجالات اللي ممكن تشتغل فيها ربنا يوفقكو ربنا يجعل حضورنا ده في مجال حضورنا ده في ميزان حسناتنا وتأكد ان ساعيك انك تحضر محاضرة زي دي او تاخد كورس زي ده ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيعوضك به وهتلاقي نفسك هيفتح باب رزق في مجال انا واحد من الناس انا شايف ان هو بيكبر وهيكبر الفترة الجاية جدا وربنا يوفقكو يكتبلكو اللي فيه الخير ان شاء الله شكرا ونشوفكم على خير بإذن الله سلام عليكم